يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان واهلا بكم جميعا وبدأت حلقة جديدة من عشر الصبح في الاهلي حلقة نهاية الاسبوع بالنسباننا ان شاء الله تستمتعوا معنا من خلال متابعاتكم لينا في حلقتنا النهاردة وخصوصا ان احنا عندنا كلام كتير هنتكلم فيه مع حضراتكم عن النادي الاهلي وعن المنتخب وعن كتير من ابطالنا وبطالتنا المصريين والمصريات في رياضات مختلفة كالعادة في عظم تحصل في الفترة الاخيرة وعايزين نهاني بعودة كابتن محمود الخطيب طبعا صباح الفل يا كريم وزي ما انت بتتكلم كده طبعا نهاردة نهاية الاسبوع لكن معنا اخبار مختلفة خاصة طبعا بالنادي الاهلي رياضات المختلفة ابطالنا في رياضات المختلفة كمان في النادي الاهلي بالاضافة ليه المونديال احنا بنتابعوا مع حضراتكم مش بس في عشر الصبح في الاهلي يوميا لا على مدار يعني كل يوم كمان وفي كل البرامج المختلفة في قناة الاهلي على كل حال بس زي ما كريم بدأ كلامه كان في فرنسا زي ما حضراتكم عارفين في باريس تحديدا بيتلقى العلاج وكان تقريبا لمدة شهر ونص يا كريم حاجة زي كده نتمنى ليه كمان يعني سبيد ريكوفري زي ما بتقالي الشفاء العاجل بإذن الله هو رجع لنا الحمد لله بالسلامة لكن بإذن الله نتمنى كمان ان هو صحته تعود مرة أخرى أفضل كمان من الأول استقبال كان حاصل كمان كبير جدا يعني احنا طبعا شايفين على شاشة يا كريم عضاء مجلس الإدارة لكن كمان استقبال الجماهيري كان أكثر من رائع بصراحة صحيح يعني بصي هو اللي بيحصل ده يتصق تماما مع فكرة ان احنا بنتكلم عن شخص استثنائي على كل المستويات وعلى كل الأصعادة قلما يجد زمان بشخص ما يبقاش فيه مساحة كبيرة للاختلاف وجهة النظر حوله وحول كياسة هذا الإنسان ودماثة خلقه والحقيقة كابتل محمود الخطيب بيشكل في هذا الإطار ظاهرة من قديم الأزن من هو في الملاعب يعني دايما كان مقترن دايما اسم محمود الخطيب بالأخلاق العالية إلى جانب الاخترام بالحرفانة والإمكانيات اللي خلته في نهاية المطاف لعب استثنائي وإداري استثنائي الحقيقة كريم بجد الواحد عشان بس الناس متعدش تقولك أن انت بتتكلم عن آه ما هذا عشان رئيس النادي الأهلي وغيره الموضوع مش أي علاقة يا جماعة آه طبعا هو رئيس النادي الأهلي بس هو مش بس رئيس النادي الأهلي كposition هو راجل الناس بتحبه هو راجل الناس بتحترمه هو راجل الناس بجد بتشوفه قدوة كبيرة الراجل بأفعاله هو اللي بتتكلم عنه حاجة محترمة راجل حتى لما حد بيغلط فيه بيجيب حقه بالقانون راجل لما أي حاجة بتحصل ما بيسبهاش النادي الأهلي برضو بالقانون فلما تيجي تتكلم عن يعني مليئة بهذا الشكل الراجل محترم في تعامله وإحنا قابلنانا وكريم أنا وإنت قابلناك تجير جدا يعني الراجل ديسنت جدا مؤدب جدا ومجامل جدا وعايز أقولك كم من الناس اللي بتعطيب عطلنا إحنا شخصيا أنا عايز أقابل كابتر محمود الخطيب أمنية حياتي أمن كابتر محمود الخطيب يعني وناس تسأل عليه لما بنسافر بره بجد أعتقد ده ندل على شيء فيدل على نجاح كبير جدا فسعداء برجوعك مرة تانية لينا بالسلامة وحنرجع تاني نقول يعني ربنا يشفيك بإذن الله وتعود مرة أخرى أفضل كمان من الأول اللهم أمين يا رب العالمين طيب عايزين برضو نعرف حضراتكم إن كالعادة الساعة التانية في حلقتنا حيكون معنا فيها فقرتين حواريتين الفقرة الأولى حيشرفنا فيها الأستاذ محسن لملوم الناقض الرياضي وعندنا حكي كتير حلحكي معاه فيه دي الفقرة الأولى الفقرة التانية حتنورنا دكتورة دينة أبو السعود وهنتكلم عن موضوع برضو يهم كتير جدا من حضراتكم فكرة السمنة وعن عكاستها على الصحة العامة الصحة الجسمانية أو جسدية وكمان الصحة النفسية كلام محترم جدا تعال بقى كريم نبدأ بقرعة دوري أبطال أفريقيا أصلاح نكلمنا عن دوري أبطال أوروبا صحيح طيب نبتدي معاكم بحديث الساعة طبعا اللي بيهم الجماهير الأهلوية بصفة خاصة وطبعا الجماهير كرة القدم المصرية بشكل عام وهي قرعة دوري أبطال أو دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا اللي كان المفروض أنها تقام النهاردة لكن اللي حصل أن الكاف أعلن عن تأجيلها لأجل غير مسمى حتى هذه اللحظة لسه مش عارفين تأجيلة لإمتى بالظهر خلونا نتكلم شوية عن تفاصيل القرعة دي وتصنيف الفرق في البطولة اللي بيشارك فيها طبعا ندينة العظيم الأكثر تتويجا باللقب الإفريقي ومعاه أكيد من مصر النادي الزمالك حنقول لحضراتكم تصنيف الأندية المشاركة في البطولة ونظام دوري المجموعات هيكون عامل فيها إزاي وفرص كل فريق في بلوغ الأدوار النهائية واصل لدرجته أولا قبل بس ما نتكلم حابين يعني نقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا نتوجه بيها لجماهير النادي الأهلي إحنا تقريبا كل موسم بنشارك في دوري أبطال إفريقيا بشكل يعني مستمر دي نقطة ده غير أننا أصحاب أصلا الرقم القياسي في حصد اللقب برصيد عشر ألقاب بداية من أول لقبلين سنة 82 لحضراتكم فاكرين وحتى النجمة العشرة في عشرين واحد وعشرين يعني نسبة نجاح ساحقة لمشاركة المارد الأحمر في هذه البطولة وهي البطولة تعتبر الأغلى والأكبر وده تاريخ النادي الأهلي العظيم في المنافسات القرية ده طبعا غير عدد بطولات السوبر الإفريقي والمشاركات المونديالية كلها حصري وأصيل لجماهير النادي الأهلي وليها أن هي تفتخر بهذا التاريخ المشرف أنا ليه بقول لحضراتكم الكلمتين دول ومن البداية كده عشان نعرف الجماهير أن كل المنافسين حيعملوا للنادي الأهلي مليون حساب هم عارفين كويس قوي أن أنت أقوى فريق في القارة وأن أنت الوحيد تقريبا اللي مستوى شبه ثابت بشكل مستمر النادي الأهلي لعب التلات نهائيات الأخيرة على التوالي كسب اتنين منهم وخسر نهائي خارج ملعبه أمام الوداد طبعا حكيت حضراتكم فاكرين المباراة اللي كان لها ظروف وملابسات غريبة حبتين بس يعني ده يدي حضراتكم نبزة بس عن تاريخ النادي الأهلي يعمل إزاي إفريقيا أنا بتفق معك وكمان عايزة أضيف حاجة هنا خاصة كمان بأبينا يعني كنادي أهلي أنا شافع جدا أو مهم جدا كمان لجهاز الفني أنه هو يعني يبدأ يشوف احتياجات المرحلة اللي جاية خصوة أنت بتتكلم بعد كمان المنضيال هترجع خلاص تدخلوا بقوة كريم في منافسات المحلية وكمان مع بداية السنة هتدخل في يعني عندك بقى مطشط كتيرة جدا لا حاجات توعندك بقى المنافسات القرية خلي يعني نقول حضراتكم كمان بالمناسبة بما نحنا تكلمنا عنها يعني نقول نظام القرعة هيبقى عامل إزاي لنكذا حد برضو كان بيسأل خيقول لحضراتكم هو أول حاجة هيبقى فيه أربع مفروض مجموعات كل مجموعة هتبقى أربع فرق هيتأهل من كل مجموعة الأول والتاني لدور ربع النهائي بعد كده هيبقى فيه قرعة تانية ومنها لدور نصف النهائي وبعدين المباراة هتكون النهائية طيب نظام التصنيف نظام التصنيف ده هيبقى المستوى الأول للفرق اللي هي على رؤوس المجموعات طبعا الأهل اللي احنا هنتكلم بصفته طبعا حامل يعني اللقب بطولتين من آخر تلات بطولات والوداد المغربي برضو طبعا بصفته حامل لقب البطولة الأخيرة والتراجي التونسي اللي وصل كمان للأدوار النهائية وآخر كمان نسخة وكسب نسخة 2018 و2019 بعد كده يجي الرجاء المغربي كمان حامل لقب البطولة القنفدرالية زي ما احنا عارفين وصاحب التصنيف كمان المتقدم في أفريقيا طيب دول الفرق ده زي ما بتقالعنا من كده فرق التصنيف الأول خلاص الأهلي والوداد والرجاء والتراجي زي ما هكنا منتكلم طيب بعد كده بقى فرق التصنيف التاني عندك الزمالك وسان داونز الجنوب أفريقي طبعا وتقريبا لونا مش ناسيا بيترو أتلاتيكو وحوريا كوناري تقريبا حاجة زي كده يعني برضو عندك فرق أخرى فمتو فيه ده صفار كده المعلومات اللي عندنا لكن على كل حال أي فريق فيهم لو احنا هنتكلم هيقع مع الأهلي اعتقد هتكون مواجهة يعني معها تبقى مختلفة خصوصا انت بتتكلم برضو لو هنقول مواجهة الزمالك والأهلي هتكون لها برضو بقى أبعاد أخرى لسه ما نعرفش حاجة بس أنا بتكلم لو هيبقى ليها أبعاد أخرى وتحدي خاص خصوصا انت بتتكلم أن آخر كمان لقاء بينهم في أفريقيا كان نهاي نسخة عشرين عشرين لو احنا فاكرين والأهلي كذبها كانت بالقضية ممكن بتاعة أفشة أو ده باتش ما يتنسيش هي طبعا كان مباريات حلوة يعني فيها تنخصية فيها جماهيرية يعني بيبقى فيها برضو كده زي بيتقال سسبنس فأنا بشوف ده حلو في كرة القدم يعني طب دول المستويين الأول والتاني المستوى الثالث بقى بيضم فرق سنبا التنزاني وشباب لزداد الجزائري ومواطنه شبيبة القبائل الجزائري ومعاهم الهلال السوداني والحقيقة الأربع فرق ليها حضور مميز جدا في هذه البطولة أخيرا بقى المستوى الرابع عندية القطن الكاميروني والمريخ السوداني وفايبرز الأوغندي وفيتا كلاب الكنجولي احنا كده قدام أكتر من سيناريو يعني لو معانا في المجموعة سانداونز مثلا وشبيبة القبائل أو الهلال السوداني والقطن الكاميروني من التصنيف الرابع أكيد حتكون مجموعة قوية جدا لو معانا الزمالك من التصنيف الثاني وشبيبة القبائل أو الهلال وشباب لزداد من التصنيف الثالث والقطن من التصنيف الرابع برضو حتكون مجموعة قوية بصوا الحاجة الأكيدة أن المقشف حتكون نار يعني عشان نقول لحضراتكم باختصار بصوا هقولك برضو على حاجة كان ناس بتتكلم عنها يعني هنقلك وجهة النظر كان فيه ناس بتقولك يعني في النهاية فيه كده أمور معينة جماهير الأهل تحدين كانوا بتكلموا أن هما بيتفقلوا بيها قالك مبارح أنا قاريت بقولك زي هنا مثلا لو وجهنا الزمالك في دوري المجموعات ليه بقى بيقولك بيكون فالخير على النادي الأهلي لأنه هو حقق البطولة بتكلم لغة الأرقام هنا حقق البطولة تقريبا في كل المرات اللي هو واجه فيها نادي الزمالك يعني لو حنرجع تاني كانوا بتكلموا على 2008 كان معنا الزمالك في المجموعة وكسبنا البطولة في النهاية وفي 2012 برضو كان معنا الزمالك في دوري المجموعات وكسبنا البطولة و2013 كان معنا الزمالك وكسبنا البطولة وفي 2020 واجهنا الزمالك برضو في النهائي وكسبنا البطولة فالناس فردت ده أو فنيدت ده مبارح على السوشال ميديو الناس كانوا بتتكلم عن النقطة دي على كل حال احنا مش هنتكلم القصة أو يعني مش عايزين نروح بالكلام ده اللي تقال ان احنا بنقلل من نادي الزمالك بالعكس نادي الزمالك هو المنافس الاول لك ونادي برضو عنده بطولات كتيرة لكن انت بتشوف في النهاية يعني هي اكيد بطولة قوية والبطل فيها بيكون صاحب يعني النفس الطويل ده اللي احنا بنأكد عليه واكيد هيكون لنا كمان استعداد خاص من اللاعبين وإجازة الفني السوق هنا أو هنا فأكيد فأنا تبنى على فكرة تبقى كده يعني دي النهاية تبقى المواجهة ما بين الزمالك والأهل وضايا لما يكون الحامل اللقب مصري بغض النظر مين هو حامل اللقب أكيد حاجة تسعد المصريين لكن بطبيعة الحال أكيد كل حد بينتمي لنادي معين بيتمنى ان النادي ده هو اللي يفوز باللقب تعالوا بقى نروح لي أول أخبارنا على صعيد مختلف حبتين وهو خبر حلو الحقيقة هو خبر فوز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على سبورتينج وتتويجه بلقب دوري المرتبط الحقيقة المباراة كانت قوية جدا جدا وحماسية جدا ولعبات النادي الأهلي تألقنا بالمعنى الحرفي للكلمة خصوصا صرايا محمد ونادين السلعوي اللي الحقيقة تميزهم برح بإراميات الثلاثية المتعددة المباراة بالمناسبة انتهت بفوز لعباتنا بنتيجة سبع وسبعين خمسة واربعين طبعا يعني سكور كبير الحقيقة بنقول لهم مليون مبروك وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأقوى كمان بإذن الله مبروك عليهم وحاجة كانت ومشهد كان جميل جدا والتتويج حاجة تساعدك وفي اللحظة اللي كابتن أو في النفس اليوم اللي كابتن محمود الخطيب وصل فيه مصر أعتقد برضو دي كلها يعني مناسبات سعيدة زي ما بيتقلم برح كان يوم حلو برضو على النادي الأهلي بصراح مبروك وبالتوفيق في اللي جاي بإذن الله حاجة أكيد بتساعدنا جميعا وحلو ان انت كده بتلاقي عندك تقلق مش بس في رياضة واحدة احنا الحمد لله رقم واحد في قرة القدم لكن برضو ان انت تخش في رياضات مختلفة كمان وتبقى من الطب مثلا تيمز فيها لأعتقد برضو ده إنجاز كبير ودي برضو مش حاجة جديدة على كل حال بس انك تحافظ على مستوى ده أمر برضو احنا بنحتاجه خلينا بنروح الملف آخر وملف برضو حاجة كانت لطيفة كريم استعرضت الصفحة الرسمية لبطولة ميستر أليمبيا أهم أشهر بطولات طبعا كمان لأجسام زي بحضراتكم عارفين المحتارفين استعرضت كده يعني أسماء المشاركين فيها وكمان عايزة أقول لحضراتكم كان بجرامي من الأسماء دي يعني عايزة أقول بس أقول حاجة عن البطولة البطولة المفروض ستقال من 15 ل 18 ديسمبر تمام وبطولة عظيمة جدا وبيشارك فيها أسماء كبيرة وبجرامي يمكن من الأسماء المصرية العظيمة اللي شاركت في هذه البطولة وحامل لقب طبعا مستر أليمبيا للوزن المفتوح ده كان في آخر نسختين عندنا أبطال آخرين برضو تم ذكر اسمهم وعندك محمد شعبان وحسن مصطفى ومحمد إمبابي وأحمد شكري وغيرهم من الجنسيات كمان المختلفة وبوست كان لقى تفاعل حلو وثقة في أبطالنا تتكلم طبعا كمان لو هنتكلم تحديدا عن بيجرامي فحلو قوي إن هم يذكروا برضو الأسماء بتاعت الناس الأبطال اللي كانوا مشاركين وتعمل سبوتلايت عليهم يعني بالتوفيق إن شاء الله بطولة كبيرة جدا بيتبحق يعني ناس من كل أنحاء العالم فعلا طبعا شفتي الصورة عاملة الصورة تخذ الله ومصلي على مكان هو بيجرامي على فكرة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بيجرامي جيه هنا ضيف كتير كذا مرة يعني في خناة الأهلي والناس كلها بتتصور معاه وشفناه على الحقيقة طبعا هو حاجة يعني زي متأكرة فبنتمنى له التوفيق إن شاء الله كمان في اللي جاي ولسه يعني وسنه كام تقريبا كريم تالي لست قدامه فترة آه هو في الثلاثينات بسه لست قدامه مش أكيد فترة يعني الحاجة الأكيدة كمان نهواند إنه يعني برضو زي وزي مجموعة أسماء كده قصة كفاح ونجاح آه دي حقيقة حقيقي يعني فيه أشخاص كده بيبقوا ملهمين مش بس ملهمين من خلال الإنجازات العالمية اللي بتخليهم محور حديث العالم كله ومش بصيغة مبلغة ده أمر واقع حد زي بيج روامي معروف في كل مكان في العالم معروف ده مين يعني ففكرة إنه يبقى فيه بني آدم مكافح ومسدق نفسه ومسدق حلمه ومسدق إمكانياته ويخود رحلة طويلة عريضة مليانة معوقات على كل شكل ولون وفي الآخر يحقق هذا القدر من النجاح المدوي دي حاجة عظيمة وملهمة لكتير جدا من الشباب ومن الشابات تعالوا بقى نروح لبطولة العالم للسكواش ومناسبة الكلاب بقى عن فخر مصر بطولة العالم للسكواش عشرين اتنين وعشرين اللي حتستضفها مصر إن شاء الله في الفترة من عشرة إلى ستتاشر ديسمبر حتضم سبعتاشر فريق ودي بطولة دولية بتقام كل سنتين منتخبنا الفائز بيها في آخر سنتين وطبع لمنتخب سيدات السكواش حصد خمس بطولات عالم الحقيقة سنة تسعة وتسعين والفين وتمانية والفين وعشرة وستاشر وطمانتاشر الحقيقة منتخبنا يعني يعتبر من أقوى المنتخبات لأنه بيضم أربع من أفضل ست لاعبين في العالم هم نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا بصي الحلوة لا هو منتخب يخوف لما يبقى عندك في المنتخب أسماء كده ومصنفين على مين أول و تاني و تالي فأنت كأي منتخب جاء مش هنحسد أكيد لا لعبش الجرد بس الواحد يقولها بشكل إراضي من كتر الفرحة بيهم فأي منتخب هيجي لعبك أكيد هيبقى عامل حساب قوي فيعني بس على كل حال واحد مبسوط طبعا تحديدا في رياضة السكواش انت متقلق بشكل كبير دي حاجة برضو على فكرة ليه على ما تستفهم وحنش معنى في السكواش متقلقين لو تيجي تفكر كده معظم الدول المتقلقة في رياضة المية كريم بتبقى راجعة ليه باكراوند معين حاجة تاريخية احنا ما عندنش يعني لو هنرجع لتاريخنا بقى والحضارة بتاعتنا لا السكواش مش يعني كان ممكن مركب الشراع الحاجات المبرزة الحاجات اللي زي كده بس مش دي اللي احنا متقلقين فيه متقلقين في سكواش حاجة تعتبر رياضة حديثة يعني ابتدينا نسمع أبطال عالم مصريين أو عن أبطال عالم مصريين في السكواش أنا بالنسبالي من أول أحمد براضة معرفش قبل كده كان إيه الوضع وده دليل على صحة كلامك إن فعلا ما كانش فيه وجود قوي للمصر في الرياضة دي بس الحمد لله الوضع تغير كان فيه إسماعيل لا ده كان تانس تانس إسماعيل الشفحي إسماعيل الشفحي تانس بس برضو على فكرة ما تكررش الأسماء دي كتيرة في التانس من ساعتها يعني كان أسطورة طبعا بس ما جاش أسماء كتيرة في التانس تحديق وده اللي غريب وده اللي يأكد كلامنا شو معنا للسكواش بنحب دايما أكيد ما حضرتكم بداية الأسبوع ونهاية الأسبوع نتطمن أكتر بالتفاصيل عن حالة التقس والمناخ والجو وغيره خلية ناخد على التلفون دكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية دكتور منار بونجور على حضرتك بونجور على حضرتك أستاذ أنا هو أندو أستاذ كريم في التقس أهلا بك أهلا بك بوسي بقى أنا في حاجة بس لفتت نظري شوية وإحنا بنعرض التقس دلوقتي يعني قاهرة 24 ولقصر 24 مش دي غريبة شوية لا هي الكتل الهوائية كلها واحدة يعني المصادر الكتل الهوائية واحدة بتمر على الأرض وكلها وكمان ما فيش تسين كبير على قطع الأرض فالكتل الهوائية مش هتأثر يعني مش هتأثر يعني اه مش هتأثر بالقدر الكبير فكل الكتل درجة الحرارة فيها واحدة فالبتأثر على المناطق الثمالية بتأثر على السمال السعيد ممكن كمان توصل على إجموذ السعيد وممكن كمان يبقى الفرق هذي فرق بين درجة بين المناطق الجنوبية والمناطق الثمالية يعني لأن دايما بنتكلم من لقصر وأسوان والمناطق دي والمحافظات دي بتبقى بطبيعة الحال أو طبعتها هي يعني أشد حرارة شوية بسبب طبعا أعلى درجة حرارة من المناطق الثمالية ببعض يكون خلال وقت دا من السماء الفرق يبقى قليل جدا بسبب دا ما قلنا الكتل كلها متجنسة ماكيش تسخين كبير من فضح الأرض بسبب أن الكتل قصمة متعادلة بضربات حرارة الحمر كويس طب أنا بعايز أسأل حضرتك درجتي حاجة هو إيه اللي في الجو يعني الجو منفروض الفيروس اللي منتشر دا طبعا مش بتكلم من شقة طب يعني عافظ دي مش بتاعت حضرتك لكن فيه دور برد شديد جدا عند كثير من الطلاب والأشخاص وكبار السن يعني بشكل مبالغ فيه إلى حد ما هل دا راجع ليه السوق لأحوال الجوية بس أنا شايفة أن الجو إلى حد ما كويس يعني خلينا نعرف لو حضرتك عندك أي معلومة برضا عشان نطمن الناس هو ممكن يكون سبب من أسباب دورات الفرد المتشر خلال عزي الأيام هو فرق درجات الحرارة الكثير بين فترات النهار وفترات البيل إحنا لسه فترات النهار بنحس بالدفئ فإحنا لسه بنبتدي ملابس ممكن تبقى خفيفة أو ملابس فيه فترات الجيل هنلاقي الجو بقى مائل للبرودة أحياناً كمان سيوصل لجو دارس بعض المناطق فالتباين الكبير في درجات الحرارة يؤدي خلاف درجات حرارة الكثة ممكن طبعاً يؤدي جيل نزلات البرد عشان جداً احنا كنا دايماً بننصح إنه مهم جداً ناخد بنا من ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر لأن الصلوة بيروحوا مدارسهم في الصباح الباكر ساعات الليل المتأخرة أيضاً دربات الحرارة تنخفض فيه كبير وتوصل الصغر على القاهرة الكبرى خلال فترات الجيل ب16 درجة مقوية في بعض المناطق بتنخفض عن 16 درجة مقوية فلازم ناخد بالنا لازم نبقى الملابس الليل المتأخرة بلابس قريفية ويكون معاناً جاكت كمان لو حسنا بنصفات دربات الحرارة المتأخرة خلينا نتكلم عن طاقة خلال هذه الأيام الحرارة نحنا بداية من نجوم إن شاء الله خلال أيام القادمة هنشهد التصار في الأحوال الجوية دربات الحرارة ممكن مع غدا وبعد غدا نلاحظ فيها ارتفاع صفيف جداً بحوالي درجة لديك دراكسين أجواء نقوم معتدلة إلى مائلة للحرارة فترات النهار فترات الجيل هتظل مائلة للزهودة فنحن نخلي بالنا من فترات الجيل المتأخرة والصباح الباكر بالإضافة كمان فرص الأمطار غدا نوي الأيام القادمة هتبقى منحصرة فقط تواحلنا إسلامالية وفرص الأمطار خفيفة جداً غير مؤسرة تماماً على أعمال الأنشطة اليومية هنخذ بنا من تأثير الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات الماضية في أخير من اليوم لأنها هتأدي لي انفطاط رؤية الأفقية عايز أي سؤال عن الطاقس تتطمن على أي حالة؟ يعني المشحة تطمن أنا بس عايز أبدي اندهاشي صباح الفل على حضرتك أهلا بأهلا بأهلا ليه كريم؟ يعني بمثل الإجابة أنا حضرتك تفضلت بي على سؤال نهاوان قلت متوقع اليومين الجاين إن شاء الله ارتفاع أنا سمعت كلمة ارتفاع هوية حالة رفض يا فرد نحن في الوقت ده من السنة كنا بقى زمان لبسين صحيح لسه في ارتفاع كمان هو ارتفاع صفيك يعني احنا خلال هزي الأيام 24 درارة مقاوية مع غيات الإتفاع توقع 25-28 فهو ارتفاع صفيك لو احنا متعرضين للسام بشكل مباشر هنحس معا بالأجواء المقالة للحرارة لكن وقم الأجواء المعتادلة خريفية فترات النهار مش الاتفاع الكبير اللي كنا بنشاهده طبعا تفضل لكن كمان فترات الليل متأخرة هيبقى فيها نفضل ضربات الحرارة فده هنلبس الملابس نقدر أقول خريفية أو ممكن ملابس سوية خفيها فترات الليل متأخرة طيب يعني الحمد لله هنلبس شتوي على الأقل مشكورك دكتور منارغ شكرا لك جدا بس أنا شتيت خلاص أنا بقالي شهر مشتية اتبالك أسبوعين بتجهزة بالفريرات والحرارات والبوتس والحرارة خلاص هنعملين على ذكرة في نقطة بتكلمتوا في أنت ودكتورة منار نقطة فعلا هي تقلت في النص كده بس قد تكون من ضمن أسباب ارتفاع نسبة أو معدلات الإصابة بدور البرد الولاد الصبح هم راحين مدارس لفحة النزولة بتاعت الصبح دي اللي بيروح بقى بالباس وقتها بيقى فعلا في لسعة برد كفيلة بأنها ممكن تصيب بالبناءة دا من دور البرد بس بقى تعالى تشوف على الصعيد الآخر بقى تلاقي الجزء الإيجابي بتاعك إيه بقى؟ إيه بقى باشا خير أه الله تلاقي أن انت لو قارنت والله مصر دلوقتي كدولة بأي دولة في العالم تاني هتلاقي أن دي يعني نقطة لصالحنا بشكل كبير جدا سياحيا طبعا دلوقتي العالم كله وشوف البرد اللي فيه العالم كله تقريبا تلاقي أنت شمات يعني الكلام اللي تقال في إنجلترا أن أرخص لهم يعني كان فيه يعني فيه شركة سياحة ما اقترحت على الشعب البريطاني والله العظيم بدل ما يعودوا يعملوا تدفئة قالك لو رحتوا شرم الشيخ أو الغرداء ده وقع يعني أي مكان من المكانين دول وعدتوا يعني فصل الشتاء بالكامل حيبقى أرخص لكم بكتير من فطورة الطاقة والتهربة بس الوحدات دي معلومة حلوة جدا على فكرة ده يفوت نشتغل عليها الله لأ بجد أنت بجد في مصر عندك كل حاجة ممكن أي مقوم أساسي لدعم السياحة هو موجود عندك بس فكرة أن أنا إزاي أستغله يعني ما فيش حاجة نقصة على فكرة حتى الجو موجود حتى الجو أنت بتتميز لأن تاني هرجع أقول ليه قلت في العالم كله لأن فيه طبعا دول الخليج طبعا الجو فيها أكيد حر بس حر قوي أنت فهمت قصدي يعني أوروبا برد جدا أمريكا مصر معتدلة ودول الخليج حر جدا فأنت في المعتدل فأهمني فأنت في أفضل جو يمكن فعلا زي ما أنا قلت ما بألغتش في العالم أزيدك بقى من الشعر بيت برونو سابيو هو راجل برازيلي وحضراتكم أكيد عارفين كويس جدا البرازيل الجمال اللي فيه عامل إزاي والشواطئ اللي فيه عامل إزاي والسياحة اللي فيه عامل إزاي خاد مراته وليومين ثلاثة اللي فاتوا وراحوا الغرداء رجع بيقول بقية اللعيبة كلهم أنتوا عندوكوا أجمل بلد في الدنيا شفت شفت دي حقيقة يا سلام كده الواحد يطلع فاصل هوه بمطلوله مشترية طبعا هنطلع فاصل ونرجع أنا كان بتخليكم معنا زي ما احنا متعودين دلوقتي بتيجي يعني أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة ما تجهز هي مش جهزة ولا جهزة ما السابع لا لسه ما جهزتش طيب هنحاول دلوقتي طيب خلص خلينا نتكلم شوية عن البرد بقى لأن أنا بصراحة الموضوع ده عايزة أتكلم فيه وكنت بتقش مع الإعداد لغاية لما يعني أخبار النادي الأهلي تجهز لأن في ناس كتيرة جدا بصراحة الفترة الأخيرة بتشتكي من فكرة هنا تكرار الإصابة بدور البرد يا كريم وخصوصا رح نتكلم في الفترة اللي احنا فيها والناس ما بقيتش فهمة هو ده برد عادي اللي هو عشان تغيير الفصول ولا القصة أكبر من كده لما كمان تلاقي أن في المدارس طلاب كتير جدا يعني بيشتكوا بيوصابوا بفيروس لحد ده برضو مش فاهمين هو برد ولا إيه لا يبقى فيه حاجة لما وزارة التعليم تطلع بيان يبقى فيه حاجة يعني ما كانش الوضع كده زمان وما كانش فيه الشكل ده من الهواجس والفيروسات والمايكروبات يعني فيه حاجات كثيرة أوت تغيرت في العالم في كم سنة الأخيرة الحقيقة والله يا كريم أنا مش عارفة هل كم سنة ولا لا بس طبعا مع بداية كورونا الموضوع بقى غريب يعني الناس بقى اتخاف في جيلها برد أصلا كان بحد عنده برد لا فيه حاجة طبعا مش مظبوطة خصوصا أن أنت بتتكلم مع الفيروسات الأخيرة أخدت كم من الناس كبير جدا أعداد كبيرة جدا من الناس توفت أثر يعني هذه الفيروسات اللي برضو البعض منها هيقولك ده متحور كورونا لا ده برد عادي بس خلاصة الموضوع أن أنت عندك أو فقدت أروح كتيرة جدا في العالم كله حاجة مش بسيطة الناس كانت مستخفية بالموضوع في البداية فلسه لحد دلوقتي نقدر نقول أن الموضوع ما رحش فالناس اللي هي فاكرة أن ده دور برد وخلاص لأ لازم نخلي بالنا لأن الموضوع مش بسيط وبالتحضير نقول لحضراتكم ودي وفقا لمعلومات الموضوع منتشر جدا بين الطلاب في المدارس وطبعا لما يجي طلاب في المدارس هيروح يعدوا أهاليهم في البيوت وبالتالي هتبقى في مقرات العمل المختلفة فنخلي بالنا نحاول نلحق الموضوع من بدايته في ناس بتكسل أن هي تلاقي عليك تقول لك أنا هاخد دكتور نفسه في ناس دكتور نفسها دي بتبقى كتيرة جدا في كل بيت تلاقي حد هو الدكتور بتاع نفسه تقول لك لا لا أنا هاخد ده وحشب ده وعلى هبقى زي الفل لا ويصرف لغيره رفتات كمان يعني دي كارثة حقيقية أن احنا نتعامل مع صحتنا بهذا الشكل أرجوكو لما حد حتى لو شايف برد خفيف يروح جيب دكتور البيت لو هو مكسل يروح يسأل دكتور لكن ما يعني عليكش نفسينا ونستهين بالأمر ناس كتيرة السنوات اللي فاتت عملت كده بالأسف أسف الشديد أنا بقول ده فقدت حياتها وعدت أهليها فيا ربي يعدي الفترة دي على خير ونخلص لأن الواحد مش عارف أنت من 20-20 لغاية دلوقت نهاية 22 ما أنتش عارف داخل على تاتة وعشرين مكمل معاك الفيروس ده إحنا من الشعوب المرحبة قاول ما نشوف بعض لازم أحضان وبوس وحاجات زي كده فالموضوع ده أقل بشكل كبير جدا مع بداية انتشار فيروس كورونا وابتديني ناخد بالنا من أمور يمكن مش كلنا كنا يعني ملتزمين بيها فكرة الحفاظ على نضافة اليدين وغسلها باستمرار المطهرات الكحوليات يعني إلى آخره رجعنا بعد ما الموضوع ابتدى يقل الكلام عن فيروس كورونا رجعنا مرة تانية للنوع ده من السلوكيات والعادات لكن هنرجع ونقول إيه يعني لازم ناخد بنا خصوصا مع دخول أو مع بدايات دخول موسم الشتاء عشان زي من هوند بتقول فعلا الواحد مبقاش فاهم هو اللي في ده برد ولا كورونا ولا إيه وضعه طيب على أي حال طالما بنتكلم مع حضراتكم عن الصحة الصحة يلزمها ممارسة للرياضة والممارسة للرياضة يلزمها تمارين تعالوا بقى نتعرف على مجموعة من التمارينات الجديدة حيعرفنا عليها كابتل حسام الفيل وهو مدرب الجيم في النادي الأهلي في فرع الشيخ زايد هنشوف معكم هذا التقرير ونرجع لكم صباح الرياضة صباح النشاط صباح الحيوية أوقات كتير منبقى مستمرين في ممارسة التمرين الواضية في الجيم باستمرار وبانتظام وبييجي علينا فجأة اللي احنا منوقف التمرين بسبب ظرف حصل لنا سواء سفر أو دراسة أو شغل فعشان تفضل محافظة على الجسم اللي انت وصلت له محتاج اللي انت تكمل التمرين بتاعك وحنا قلنا قبل كده في حلقات تانية أنت ممكن تتمرن تمرين في البيت بوزن جسمك أو أداة بسيطة لو موتها عندك في البيت زي اللي احنا هنعملها مع بعض النهاردة زي الربرباند الربرباند أداة بسيطة تقدر تستخدمها في البيت تستخدمها في الشغل أو في سفر أو في أي مكان ونتمرن بقى تمارين لكل الجسم بتاعك كمان هتلاقى مناسبة بالنسبة للأطفال لو هيتمرنوا كمان بيعملوا تمرين رمضية بيها وكمان مناسبة لكبار السن حاجة بسيطة جدا تقدر تتمرن بيها زي اللي احنا هنعملها النهاردة هنتمرن بقى لكل الربربادي بتاعنا عضلات الجزء العلوي من الجسم بس قبل ما نبدأ التمرين محتاجين اللي احنا نعمل الورم اوب اللي احنا تعودنا عليه عشان نتجنب أي إصابات أو أي مشاكل لجسمنا واحنا بنتمرن هبدأ أول حاجة أسخن جسمي خفيف كده جاري خفيف في المكان بطلع برجلقية الفوق بعمل هايني ممكن أعمل برضو جامبزيك كل واحدة منهم بشتغلها لمدة عشرين ثانية كل ده بس عشان أشغل العضلات بتاعتي والمفاصل في جسمي قبل ما أبدأ أي تمرين ممكن أبدأ صايد وططشي مين وشمال برضو لمدة عشرين ثانية وبكده نكون سغلنا الجسم بتاعنا وسخلنا كل المفاصل وعضلات بتاعتنا لو حد متاع عنده دلوقتي الربرباند يبدأ معنا أول اكسرسايز هتمرن أول تمرين هيكون لعضلات الكتس الجانبي بحط الربرباند تحت الرجلية ظهري مفروض بتني رجبتي سنة بسيطة ده بأطلع لغاية مستوي الكتس التاعي هنعمل مع بعض عشر عدات يلا ستارت ضهرك مفروض النفس بتاعك شغال عشان يحسن من أداء التمرين بتاعك خلصنا اتناشر عدة ناخد رست عشان ندخل لتمرين كمان لعضلات الكتس الأمامي هعمل ممكن نشتغلها بإيد وإيد أو ممكن نشتغلهم بالتنين مع بعض زي ما احنا هنعمل كده دلوقتي هطلع لغاية مستوى كتفي حلقة المقاومة بتاعت الربرباند في الآخر الحركة بتاعتي وأنا دايماً ببوش أي حركة الفوق بطلع فيها النفس بتاعي بعد كده هعمل تمرين أشغل بي عضلات الكتس الخلفي أحاول أخلي المقامة اللي أنا بمسك بداية إيدي سنة بسيطة إيدي قدامي ببدأ أسحب إيدي الوراء لغاية مستوى كتفي سنة برضو من قدام عشان يتفرج علينا دلوقتي هدخل التمرين كمان بس وحنا ناعدين هشغل بي عضلات الظهر بتاعي سيتي دروز الظهر يكون مفروض بحط الربرباند هنا وأمسك برضو من مستوى قريب شوية عشان يكون في مقاومة عندي ببدأ أسحب إيدي الوراء هنعمل مع بعض عشرة عدات يلا ستارت وهنطلع هنقوم هنشغل تمرين لعضلات الدراع هعمل خليها بالجنب عشان اللي بيتفرج علينا أخلي إيدي في الجنب كده وابدأ أطلع غاية فوق وانزل بالراحة هنعد مع بعض عشرة عدات دايما الحركة بتاعت هتلاحظ لأنه بشتغل حركة بطيئة عشان أخذ أكتر استفادة من التمرين معين تان جيد هاخد تمرين أخير لعضلات التراي همسك الربر باند كده من وراء ظهري وابدأ أسحب إيدي لفوق هعمل برضو عشرة عدات على الإيدي الليمين وعشرة عدات على الإيدي الشمال التمرين اللي احنا اشتغلناه النهاردة كلها للجزء العلوي هنشتغل من مجموعتين لتلات مجموعات من عشرة عدات لإتناشر عدات كبداي ليك ممكن تزود برضو زي ما احنا منقول كل أسبوع مثلا تزود في العدات أو تقلل في وقت الروحة بتاعتها النصيحة اللي بنقدمها لكم في نهاية الحلقة بتاعتنا وانت في رحلتك لخسارة الدهون أو خسارة الوزن لازم تخلي بالك من شوية حاجات عشان تنزل بوزن كويس وما يكونش فيه ترهولات في جسمك اللي انت بتعتمدش اعتماد كل على الكارديو اللي انت بتعمل كل يوم كارديو بشكل مبالغ فيه ممكن 3 يوم كارديو في الأسبوع مناسب ليك كمان اللي انت لازم تدخل تمرين المقاومة زي ما قلنا عشان تنزل بشكل كويس ويكون عضلاتك كويسة ثالث حاجة كمان اللي انت تدخل نسبة البروتين اللي هي هتحفظ كتير على العضلات بتاعتك وتنزل يكون نزول الدهون مش نزول من العضلات كمان تتأكد من نزول الوزن بتاعك يكون بنزول صحي من كيلو ل 2 كيلو خلال الشهر لو طبقنا الحاجات دي هنلاقي نفسنا مننزل بشكل كويس جدا وشكل صحي بدون اي مشاكل او تأثير على هرمونات بتاعت جسمنا اسمننا الحلقة تكون عجبتكم بالتمرينات اللي احنا قدمناها لكم النهار ده وكمان النصائح اللي احنا بنقدمها لكم في نهاية الحلقة واشوفكم في حلقة تانية جديدة دايما مفيدة التمرين دي اللي بنتعرف عليها من خلال التقارير والحقيقة كل الكبات اللي عندنا في كل فروع النادي لأهلي يعملين شغل في هذا الإطار زي الفل طيب احنا كلامنا مع حضراتكم لم ينتهي بعد احنا هنطلع فاصل ونرجع عشان نستقبل اول ضيوفنا بقولة فقرات الحوارية خليكوا معنا هنفتم كلامنا النهار ده عن مجموعات المونديال بالحديث كمان عن المجموعاتين برح كلمنا عن الخمسة والسادسة هنتكلم عن السبعة والتمنة تحديدا بس بالتفصيل بقى وطبعا هنتطرق برضو للنادي الأهلي وحنتطرق للمتخب الوطني على كل حال كل ده هنتكلم فيه طبعا وقرعة دوري أبطال إفريقيا ايضا مش عايزين ننسى مع الأستاذ محسن لملوم أناقد الرياضي صباح الفل صباح الفل منور الدنيا كالعادة بنسعد بمقود حضرتك معي ونبتدي على طول بقى ندخل عشان ما نضيعش وقت نلحم عندنا تفاصيل كتير والحقيقة كل أسماء المنتخبات كمان اللي في المجموعتين السبعة والتمنة هم في كل الأمانة كل مجموعة لا تخلوا من على الأقل وجود اسمين تقال وده الحال في المجموعة السبعة من ضمن الأسماء التقيلة اللي فيها البرازيل طبعا بطبيعة الحال والكاميرون ونسبيا أقل يعني أقل نسبية منهم سربيا وسويسرا فرؤيتك للمنافسة في المجموعة دي هتكون عاملة ازاي ومين المؤهل للصعود ومين لا يعني باسمنا عحمة رحيم طبعا المجموعة اللي فيها المنتخب المرشح لكل بطولة بصراحة هي بطولة بيدخل فيها حتى لو وديها منتخب البرازيل طبعا الرقم القياسي في الفوز بالمونديل خمس مرات هو المرشح الأبرز بصراحة في البطولة ديقول لها يعني إذا كان فيه مجموعة أسماء مرشحة فيبقى البرازيل رقم واحد فطبعا المجموعة أكيد يعني على الورق طبعا مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل لكن على الورق طبعا البرازيل مرشح للانتزاع المركز الأول بدون شك في المركز التاني أو هيكون الصراع ما بين سربيا وسويسرا في وجهة نظري فعلا مش الكاميرا لا لا الكاميرا أصلا يعني مش مع تصريحات سامو لقيته الرئيس التحاد ما قالك أن الكاميرا تفوز باللقب بعد ما تفوز في النهائي على المجرب ده يعني كلام مع نفسه كده يعني كان على أرض الواقع الكلام ده طبعا تهريج يعني أكيد بيهرج لكن في المجموعة أكيد المنافسة هاكون ما بين سويسرا وما بين سربيا يعني المنتخبين أقوياء جدا أنا طبعا برشح سويسرا أكتر لأن سويسرا خرجت مثلا من إيطاليا في التصفيات أو سعدت في المركز الأول يعني كانت التصفيات كانت معها إيطاليا المنتخب الكبير العريك اللي واخد البطولة ده أربع مرات قبل كده وغب آخر نسختين وغب المفاجآت عدم مشاركته في المركز طبعا طبعا أكيد كمان هو في يورو 2021 السنة اللي فاتت كانت طلعت فرنسا المنتخب العريك والمنتخب الكبير وعرهقت منتخب أسبانيا يمكن خسرت أدامه بضربات الترجع في الأول في الآخر منتخب سويسرا منتخب قوة بكل أمانة يعني مع سربيا سربيا أقل نوعا ما من سويسرا ويأتي طبعا في المركز الأخير بكل أمانة منتخب الكاميرون وإن لكم مؤلم يعني لنا نتمنى ذلك لكن دي حقيقة يعني الفرق رهيب جدا ما بين الكرة طبعا الأوروبية وكرة الأفريقية بشكل كبير يعني الكرة الأفريقية ما زالت أرغم أنها زاخرة بالمواهب ومنجم منجم منجم مواهب بتصدر لكل دول العالم وكان في أنها تبقى مقارة فقيرة في كل شيء بكل أمانة نروح للمجموعة التامنة هنروح ونرجع يعني ما أن ما خلصناش مجموعة التامنة بقى عندنا مين عندنا البرتغال غانا أورجوي وكوريا الجنوبية يعني أكبر المجموعة دي برتغال وأورجوي لا بس برتغال بتعلي كفتها برضو أرجح أرجح قليلا لأن الأورجوي منتخب بصراحة قوي يعني منتخب بيتأرجح ما بين الماضي القديمة عن أورجوي أول بطل لكاس العالم خد كاس العالم مرتين في تاريخه لما ما كانش خدها للبرازيل ولا الأرجنتين ولا أي حد تاني كان هي وإطاليا بس وخد المرتين كان على حساب أملاقي القرى الليتونية وشوارس وكريستيان كان زمان يعني أرجنتين والبرزيل لكن دلوقت طبعا لويس وارس ونونيز بالضبط يعني الفرقة بصراحة كلها قوية وحتى كان فيه السنة اللي فاتت عفواً المونديال اللي فات كان في دور الثاني كانت قابله برضو بردو البرتغال وأورجوي والأورجوي فازت 2-1 كانت مباراة قوية جدا عشان كده هم بصراحة المرشحين الأبرز في المجموعة دي ويأتي طبعا بالنسبة أقل شوية منتخب غانا ومنتخب كوريا ومنتخب كوريا يعني عنده أفضلية نوعاً ما عن غانا بس لأن غانا يعني مهما تقول عليها منتخب قوي أو النجوم السوداء أنا بالنسبة لي هم صدموني لما نوسي التشارتات بتاعاتهم راح هو هو إيه اللي حصل ده فعلا يعني إيه أصلا يعني إيه أفراقيا الإجابة دي أفراقيا لأ الله حرام كده والكارسف حاجة هم يلعبوا أول مباراة يوم الخميس الجاي يعني هم سافروا مبارح الخميس الجاي اللي هو زي بكرة ويقول لك احتمالك يا التشارتات ما تلحقش يعني طب اللي هو إيه طب إيه بقى ديني عقلك إن إجابة أفريقية يعني إن إجابة هي دي أفريقية فطبعا صدموني نسب العقليات دي فمستحيلة رشحهم حتى يصعدوا من المجموعة في الآخر كام نسخة من كاس العالم هل حضرتك لامس متغيرات في حجم ومدى قوة منتخبات معينة يعني مثلا إنت عندك بقينا نشوف مثلا إيطاليا مش مشاركة معنا في النسخة دي من المنضيات ودي من العجائب الحقيقة فرق كثير تقيلة طول عمرها تقيلة يعني تاريخيا كلهم أتقل من بعض ما بقوش يعني تحسوا كأن الأجيال الأجدد من اللاعبين مش بنفس ده سامت اللعبة الأوائل في المنتخبات بتاعتهم لا والله هو الحتة لما يجينا الكلام على المنتخب إيطاليا تحديدا هتلاقي الكلام ده ماشه بيغيب بس هو غيابه أنا مش في وجهة نظري أكانه موجود بس مش مرشح يعني إيطاليا بتبقى موجودة بتاخد بقى حتى لو كان موجود واصل في تقييم حضرتك من درجة أنه مش مرشح دي برضو حاجة غريبة لأن إيطاليا من قديم الأزل من المنتخبات القوية جدا والممتعة في المنتخبات حانوا لقب اليورو الأخير على السنة اللي فاتت على إنجلترا في إنجلترا بدربات الترجع في المبرنة أي يعني منتخب قوي لكن هو قصرته الناس كلها رشحته كان لما لعب الملحق بتاعه كان هو يلعب مكدونيا الشمالية واللي يكسب فيه ما يلعب الكسبان من البرتغال وتركيا فالناس قالت خلاص هو هو والبرتغال في النهاية هو اللي يكسب ففوجهنا أنه تغلب في إيطاليا من مكدونيا الشمالية فطبعا يعني هو اللي أهدت التأهل تقريبا للبرتغال يعني فهو متخب غريب في الحتة دي يمكن حتى روبرتو مانشيني المدير الفني للمتخب الإيطالي كان قال لك يعني أسوأ شهر في تاريخ إيطاليا هو الشهر ده يعني يتمنى أنه يعني على إمتى هو يخلص بالنسبة له أنه طبعا أنه كون إيطاليا تتفرج على كاس العالم لا طبعا إيطاليا أول متخب في العالم أول متخب غريب حصل على بطولة سنة 34 أول متخب حصل على البطولة مرتين وراء بعد 34 و 38 منتخب عريق على طول يعني دائما أبدا منتخب تقيل المتواجد في النهائيات حتى لو ما بيكسبش موجود مرشح دائم زي ألمانيا زي أسبانيا زي فرنسا زي البرازيل والأرشنطين غيابه لا مش بس غيابه ده غيابه للمرة التانية على التوالي يعني 2018 و2022 بصراحة كارسة يعني بالنسبة للمتخب الإيطالي لكن بشكل عام بتلاقي اللي زود الكلام يعني الكلام حضرتك اللي بقى فيه مش عارف منتخبات بتظهروا كده اللي هو زيادة عدد البطولة المشاركين أصلا يعني من 24 إلى 32 البطولة اللي جاء 48 هو بقى بالنسبة لي لما الفرج على لما في زيادة دي بقى بالنسبة لي دور المجموعات بقى في وجهة نظر مكمل التصفيات وانت بتلاقي حتى في كرة في كرة الكلمة الأفريكان 16 دوقتي بقى 24 خلاص بقى كل الناس يعني كلنا بنشارك تقريبا فبقى بتلاقي منتخبات لازم تشارك مدغاشكر بقى ما عرفش ما احترم طبعا للمتخبات دي فبالتالي بتقى خلاص كله بيصف فقى في الدور الأولية صف صف فبالنسبة لي بشوف ان الدور الأول فسوء منطقي دي بفيه عدد كبير من الدول اللي احنا في النهاية بنتكلم على كاس العالم كاس العالم يعني بفيه دول معينة مش موجة كاس العالم مقبول لكن هو ما عملها في بقية البطولات التانية دي صعبة شاعة تحديدا أفريكا ومش وقته الكلام ده لكن أفريكا صعب جدا تلاقي دولة تستحمل 24 فريق بدليل انه لما كانت مرشحة الكاميرا في 2019 قبل البطولات 5 شهور ما قدرتش تسحبت واخدتها مصر كود دفور مش جاهزة او هي مدوها كمان سنة وكل ده في القرر الأفريقية مش هتلاقي غرب الجنوب أفريقية المغرب مصر ممكن تونس والجزائر او الجزائر اكتر شوية والبقى مش هتلاقي مع حدش عنده الملاعب دي يقدر استوعب 24 منتخب عشان كده دي هتلاقي مش هتلاقي مع احترمي طبعا موزمبيك مش عارف اوغندا هتدخل تلجع تاني للتنظيم المشترك بقى اللي فيه مشاكل شوية في أفريقيا فعشان كده ممكن يبدو مقبولا في كاس العالم لكن في البطولات التانية يعني صعب شوية تحديدا في البطولات أفريقيا فعشان كده بشكل عام هو الدور المجموعات أنا بشوف انه هو مكمل للتصفيات عشان كده الدور المجموعات ده في الأول اهو شوية تسالي كده الجد بيبدأ بالنسبة لنا من الدور التانية طيب كلام جميل جدا فيه غيابات كتيرة قوي المانديال ده يعني منها مثلا لو احنا هتكلم عن المجموعة بتاعتنا دلوقتي المجموعة دي مثلا لو هنكلم عن كوريا الجنوبية الصان مثلا احتمال انه هو ما يشاركش عشان الاصابة مثلا فلا فيه غيابات وفيه اصابات على عكس طبعا اصابات ضربة البطولة ده فيه حاجة مصبوط لا مع عشان توقيت البطولة بعد توقيت البطولة احنا طبعا عارفين هو كان مفروض شهر ستة بس هل طب خليها نبدأ بالنقطة دي بتشوف ان ده تغيير موعد البطولة لان طبيعة الحال الجولة يسمح ان انت تعباله شهر ستة في قطر ممكن يؤثر سلبي على البطولة اصلا طبعا لان انت اللعيبة هتبقى مضغوطة جدا 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 وهتيجي بعد كده تجي تلعب بعدها في يعني الدورات دي هتعاني بنا بقى الأندية اللي هي الكبيرة زي تحديدها لاندية الدور الإنجليزي هم من دلوقتي مطاردين أصلا طبعا اذا كان منشستر سيتي وليفربولة هيتقابلوا مفترض مش عارف الكسر ربطة مفروض تاني يوم من نهاء المونديال فحتى كان فيه سخرية من يورجن كلاب وجارديولم قالا كان هلعب بقى كريتو هلعب بقى فرول مين اللي هلعب طبعا اللعيمة موجودة لكن مين اللي هلعب في ظل الضغوط دي كلها يعني المنتخبات دي أو الفرق دي عندها كان مجبر جدا من اللعيمة موجودة في المنتخبات فوارد منهم عدد يصل في النهائي ده طبيعي جدا لو حتى ونصلش النهائي هبقى مربع زهب أبو دور التابعي في النهائي فيه فيه ضغط مباريات فيه ضغط مباريات ومسافات بإيه ده يرجع من هناك يلعب فأكيد هي عشان بس تقصة طبعا مشكلة عشان المناخ في قطر في الوقت طبعا لا يسمح لكن هي كانت في العادي كانت بتبقى في الصيف العملية هادية الدوريات خلصانة بيطلعوا منها أصلا بيكملوا الأجازات أو الراحة السلبية ما ده ممكن يعمل مفاجآت بقى أستاذ مرحسن يعني تلاقي هنا إيه ممكن منتخبات اللي هي أهدى شوية في الدقوطات هي اللي تاخد ريفرد يعني مش كل دورات بتتلعب يعني مش كل دورات تتكلم على أوروبا تحديدا يعني يعني بس ممكن ممكن الضغط ده يفرق لحد ما في الأداء فتلاقي كده فيه فرص بتتاخد لمنتخبات أخرى حاجات غير متوقعة ما هيأثر على المنديال قد ما هيأثر على ما بعد المنديال في الدوريات ده ليس عايز ملف تاني ده ما بعد المنديال دي مشكلة الناس هتعاني منها في ما بعد المنديال يعني حتى بعد المنديال لما يرجعوا دورياتهم يمكن من حصن حظ الفرق اللي هي اتأهلت للدور أبطال أوروبا والأوروبا ليجي أنه هيتلعب في النصف الثاني من فبراير فعندهم شهرين تقريبا شهرين شوية كده يكون تسلوا في الدوريات بعكس طبعا يعني ايه دي قصة لبرضو ولما نجي نتكلمها أننا عندنا مشكلة في بطولات أفريكا اللي هي موازية طبعا لبطولات أوروبا عندنا احنا مشاكل بقى يعني لسا الناس أصلا مش عارفين هيقابلوا مين اللي هندية ولا هيلعبوا فين ولا هيروحوا منين مش عارفين هي حاجة والبطولات في أول عشر في أول فبراير والأوراعة هتتعامل منطقيا في يناير فالوها هيبقى فريق مثلا زيناد الأهلي عنده مثلا بعد تلك السبعة هيلعب أول مباراة مش عارف هيلعب فين ومين يعني ممكن مثلا يلاعب الزمالك في بعرفوا هيلعب فين ومين يعني ممكن نرجع مرة تانية للسيناريو اللي كنا بنوعاني منه بالضبط هو أصديق الإجابة أفريكية يعني هالإجابة بالنسبة اللي في القصة دي الإجابة أفريكية طيب فضوء المعطيات اللي حالك عارفها عن المنتخبات المشاركة واللعيبة اللي حيكونوا غايبين واللعيبة حيكونوا حضرين ترشح مين للأربع فرق اللي حيوصلوا للمربع دهبي ومنها ترشيحك لماتش النهائي حيكون بين مين ومين يعني هو الكلام ده يعني شوية سابق الأوان وعلى قال نشوف الدر المرموعة لكن بشكل عام أقدر أقول لك البرزين الأرجنتين فرنسا ألمانيا ودول أكثر شوية دنمار دول أكثر شوية لا الدنمار فعلا لا ده أفلا الفلاخر ده توقع لكن ممكن بلجيكا يعني ممكن نضيف على دول بلجيكا أكثر شوية وممكن إنجلترا بنسبة ما يعني بلجيكا عندها جيل زهبي الجيل ده لازم يعمل حاجة يعني الجيل ده مش معقول للقرى البلجيكا ما فهش أصلا طول تاريخها ما عندهم لما بيجي حتى نتكلم عن احتمالية وجود حسان أسود عادة بيبقى الإجابة بلجيكا برؤية كام الأكبر من الناس وخصوصا أنهم كانوا أغذين مركز ثالث كمان بالضبط تالث في المشاركة الأخيرة ولأنهم قابلوا منتخب زي فرنسا البطل كانوا ممكن يتأهلوا يعني أيا كان أخدوا مركز ثالث في البطولة الأخيرة فأعطقوا ما أحققوش المركز ذلك يمكن من كاس عالم 86 لما أخدوا رابع وكانوا خرجوا في نصف النهاء قدام البطل برضو كما أنت عندك كرواتي كانوا مركز ثاني ومع ذلك ما بيجي عشان ما فيش يعني عدد النجوم في بلجيكا أكتر بتتكلم على لوكاكو دي بروين بتتكلم على هازارد بتتكلم على أفضل حارس في العالم طبعا في مندي في السنغال لكن ده أفضل حارس على الأوروبية كورتوها بتاع ريال مدريد فهذه الفكرة اللي بتخليها البلجيكا عندها منتخب حل صراحة يعني عنده يعني أنا شاف أن دي طفرة في الكرة البلجيكية يعني لازم الفريد أعمل حاجة يعني طبعا صعب يأخذ كاس عالم بس يبقى يعني يعني يحقق مركز مع كل السقوات اللي قلته ده عشان في ناس أكتر خبرات دعايت أقول لك بقى كريم أن الناس كتيرا تعرف بفي توقعات دايما قبل أي منديل بيقول لك كتير توقعات أن البرازيل سوري مش البرازيل الارجنتين و لا الارجنتين والبرتغال تخيل بقى وده السيناريو اللي نفسينا فيه بس الناس كتير متوقعة يعني كريستيانو فيرسيز رونالدو لا صعب لأن الكلام ده كان ممكن من 8 سنين بس إيه حصل هتوقفتش هتوقف في مباراة جانبية موزية بينهم يعني المكان بتقابل لما كان الاتنين في الريال والبرسا كان صحب بتطلع تقول لك رونالدو يتعادل مع ميسي مش برشون والريال مدريد لكن طبعا عنصر العمل السن الجاري كتير في أوروبا واللايقة البدنية طبعا معاكش السن في كورة القدم صعبة أوي بتكلف تلاتينات تقول لك عمل السن حسنا بتكلم على تمانينات لا مش تلاتينات أواخر التلاتينات آه 37 برضو 37 ميسي ممكن حتى لو اللاعب عنده 40 سنة مثلا بس هو لاعب فز استثنائي مجرد وجوده في الفريق هو رومانة مزاج مع منتخب مع مجموعة لعبها تشيله يعني تسنده بلاش تشيله تسنده لكن ميسي كان يقدر يشيل فرقة من ثمان سنين دلوقتي لازم يبقى موجود في فرقة هو من ثمان سنين كان فرقة الواحده أصلا بالظبط لكن مثلا خطأ رونالدو لما نجي الحديث عنده أنه كان موجود في فريق يعني يشيل أي حد راح لليفنتوس هو اللي عايز يشيل بعد ذلك نزل أكتر لليونيتد اللي محتاج 50 واحد يشيله فبالتالي هبط لما هو مش هيقدر السن لي حكمه بيلعب عنده 35-37 سنة وجنبه أنتوني مش عارف 22 تالي بعد مسيرة استثنائية زي بتاعت ناسي ورونالدو فكرة قرار الاعتزال ما بيجيش بالسهل بس هي سنة الحياة القروية ده يعني شئنا ما بينه يعني ده يحصل إلا إبراهيموفيتش طلعه من السنة دي إبراهيموفيتش مكامل شكله فوريفر نعم فوريفر بس هو ما بيشاركش كتير وبي يعني راجل بيشير الجدل ما كان بتصريحات أو بقى هدف غريبة أو بقى لك موسيقى بحبه والله جدا الناس اللي بتحبه يعني هو لذيذ بصراحة يعني عنده خصوصية شديدة وموكانيزمة استثنائية رخ لا هو لذيذ يعني بصراحة ما حدش يكره إبراهيموفيتش يعني حتى ما يقلش في إخناقاتنا حد كان في إخناقة بينه بين لوكاكو وما في الإنتر والميلان في درب الغضب يعني حاجة كانت الناس طلقتها بشكل نزيزي رغم أنهما كارت أحمر وحاجات كده لكن هو دي دي عوايد واحد زي إبراهيموفيتش بصراحة ومناسبة الخلافات كان في حاجة معروضة فيديو مبارح وبيقول لك صعفيو هو بيسلم على كريستيانو رونالدو وكانوا بيسلموا بطريقة بردة هل الفيديو ده حقيقي للناس مش فهم هل السلام ده كان بارد حقيقي الفيديو اللي هي تكملة الفيديو اللي هي تكملة كان هو بيعنفه عشان هو كان أجريسيف شوية في التدريبات كان فرناندو قصدي وكريستيانو إيه بقى لا هو واضح أنه يعني ناس اقتطعت الفيديو أو فيه بعض اقتطعت الفيديو شفت الفيديو وفي الآخر هو كان متعصف شوية يعني بيهديه بس لكن يعني ناس قلت لك ده حزار ناس قلت لك ده هو الفيديو اللي مقصوصي يباني أنه هو فيه مشكلة ومشانا لكن لما حد شفت حد كان جاب الفيديو كامل قالك لا عشان بس ما حدش يعني أنا اقتصص الفيديو هو كان متعصف شوية هادي اللي بناخده من السوشيال ميديا تخيل لا أقدر عايزي وياخده ربع جملة ونص فيديو وحاجات زي كده ويتلاقي جادا كانت الدنيا زمان أهدا من كده بكتير أياما ما كان فيه صحافة رياضية وصحافة رياضية فقط لغير اه بالظبط وكان كل اللي بيكتبوا فيها كلهم أسماءات على بعض طبعا طبعا سادزة يعني ما عرفش يعني تحس من ضمن المستجدات السوشيال ميديا أفسادت كتير من الأمور في عالم الرياضة والفلوس إلى حد كبير أفسادت كتير من متعة كرة القاتل اه بالظبط يعني السوشيال ميديا صناعت لنا حاجة اسمها التريند للأسف التريند هي الغطب بقى على كل الوقت تبقى على النهاردة ويربت من دات عدلة ما هو بالظبط يعني ما احترامي يعني بس أنا كل ما افتح الفيسة لاقي عامل مش عارف الكوشر يا راح مش عارف أنا ما احترام للرجل أنا مالي ما تضبط عليه بقى خلاص وحتى ما تضبط عليه مبارك ميت ألف موقع كتبه احنا منا يعني الأهواء اتغيرت والأهواء اتغيرت فبالتالي الأزواء اتغيرت بالظبط يعني إيه اللي حصلت في رأيك لا أنا السوشيال ميديا خلاص هي بتدور على يعني الفضايا هي مش بكس كده يا ميسيو هي عملت مشكلة أكبر يا خلت الناس تفهى يعني بعض الناس طبعا بعض الناس بقت تعمل أي هبل علشان تطلع تبقى يعني مش معقول يا دماغ ياريت بعض يا راح ولله عظيم صعب ياريت بعض الناس عارفة لو بعض اقولك ماش يعني لا لو بعض طبعا شاهد بصاروش عارف عريس الإسماعيلية طبعا إحنا منا يعني إحنا منا إحنا منا تخانق مع زوجته ولا يا رب نيصلح العالم إحنا منا أصل راح أصل مش عارف مرافع شاهد بالصور وشاهد لي بالصور يعني أساسا وقرى ليه أصلا يعني فهو التريند كده ولأسف هو اتمقل برضو دي الخناء الشهيرة هي لا ده السلام اللي كان في غرفة ملابس لكن كان برونو وبرونالدو آه بالظبط يلا عدت عدت على خيه كلها أمور بسيطة الحاجة الأكيدة أن كريسيانو ورونالدو هيولع الدنيا في أي مواتش هيشارك فيها هو أصلا لإثبات كثير من الأمور هو ما عادش عنده حاجة لدي آه طبعا وهو بيستعد لده بإله فترة حتى في تصريحات يعني أنا لما كانه يبزل جهده مضاعف مضاعف جدا جدا لأنه ما عندهش ما عندهش حاجة هو خلاص هو خط قرار خاطئ من كم سنة لما ساب ريال مدريد وراح لليوفنتس وكمل الخطأ لما ساب ليوفنتس وراح مانشستر يونيتد وحسبها بالقلب مش بالعقل يعني لوه لما كان رجع على الدور الإنجليزي كان عنده عرض من السيتي كان يقدر يروح ده طبعا صعب شوية يعني يعني كان أحد نجوم اليونيتد واليونيتد تعرف بقى الخلاف ما بينه يعني القرهان ما بين السيتي واليونيتد فكان صعب يروح السيتي فآلكس فريجيسون قال له مستحيل تروح السيتي فرجع طبعا خدها بالقلب ما شاركش حتى في دور أبطال أوروبا اللي كان بالنسبة الأمل لرونالدو في البطولة دي يكمل أي أهداف عشان هو صعب حد يحصله لأنه كان 140 هدف زي ما هو ميسي دور أبطال أوروبا هو الهداف التاريخي لها ميسي قرب منه معرفش 125 أو حاجة زي كده أو 127 مش منذكر قرب منه أنه يسجل في دور المجموعات كان أمله الوحيد لرونالدو دور المجموعات دور المجموعات تضامن تلعب ست مجموعات وأغلبهم مع فرق بيبقى فرق قوي معاك وبقية الفرق تقدر تسجل فيهم الثلاثة واربعة عايز يبعد حتى لو اتنقل في يناير اللي فريق حتى مشارك في دور أبطال أوروبا ده لو افترضنا ده هيحصل يعني مش هي ما قدموش أصلا نظر مارشين يعني مارشين صعبين جدا لأن دور فقال الثمانية وقتها صعب شوية فأعتقد أنه قرار خاطئ بيدفع تمن بيدفع تمن النهاردة فيه أندي مش عايزاء لأن في النهاية ده حكم السن ما حدش هيشتري لعب رقم كبير حتى لو قرار رونالدو عند 37 سنة أو 38 سنة بقى الموضوع مش هينفع كده كله بدور على الشابة الصغيرة إن هي كورة القدم كده فهو بيدفع تمن ده ما عندوش غير المونديال آخر أمل لرونالدو إنه لو حاب يعمل حاجة لو قادر يعمل حاجة يعمل في المونديال غير كده ما فيش حنبام شهر واحد هنعرف بجد ثمان تحديدا في الأول فكرة هنمستمتعين يعني رونالدو بقى مستمتعين بحاجة زي كان طيب أستاذ محسن هنروح دلوقتي نشوف فيديو جراف مخصوص للمجموعة السابعة بعدين نطلع فاصل وبعد ما نرجح هنتكلبه بالتفصيل عن هذه المجموعة ولسه عن ده ده أكيد كلام وتفاصيل كتيرة جدا تهم حضراتكم خلينيكم معنا معلومات مهمة برضو كده الواحد احنا بنحاول على قد ما نقدر طبعا ده تغطية تبقى يعني يومية على قناة الأهلي طبعا وي المنزيال مش بس التاني في برنامج عشر صبح في الأهلي بس كمان نكلم عن القيمة السوقية بتالي برضو بتفرق بشكل كبير وفكرة هنا هل تي بتفرق قوي كمان في فكرة التوقعات يعني ممكن مثلا تقول منتخب الحجم أو التسويق بتاعه القيمة السوقية بتاعته عالية ده ممكن يعني فرصته أعلى ولا الموضوع ما بيفرقش قوي على قد ما بيفرق برضو عدد المرات اللي شارك فيها عدد المرات اللي اتأهل فيها لا أكيد القيمة التسويقية لأن القيمة التسويقية هي ترجمة لقيمة اللاعبة نفسها لما تلاقي مثلا منتخب برزيلو الأعلى قيمة التسويقية من كل المنتخبات بمليار ومئة وثلاثين مليون يورو طب ده معناه أنه عنده أفضل لعيبة بزرق تم بي أس جي كان عنده أفضل لعيبة ومحققش أفضل نتائج لا ده قصة تانية ده قصة تانية ده قصة تانية ده قصة تانية ده الدور للفرنسي أصلا مفهوش مفهوش يعني أنت بتشوف ده مرتبط بده إلى حد كبير ده ده كمان لعيبة يعني المنتخب البرزيل بالنسبة له لو وصل للنهائي وخسر بيبقى فشل يعني هي بتفرق هنا ووصل لدور التمانية كل ده إنجازات لكن عنده متخب زي البرزيل عنده متخب زي ألمانيا ممكن فرنسا المتخبات دي البطولة بالنسبة له أنها تفوز غير كده بيعتبر أخفق يعني فيما لو البرزيل وصلت النهائي وخسرت يبقى المنتخب البرزيل أخفق في البطولة طبا إحنا من شوية كنا بنتكلم وقات سيرة بلجيكا وعايز أروح ولو بشكل مؤخد حنطلع بحضرتك بره المونديال ووكالبك شوية على اللقاء الودي بين منتخب مصر ومنتخب بلجيكا بالنسبة لبلجيكا المكاسب معروفة ومفهومة فكرة أنه بيلعب فريق إفريقي إنه هو عنده كاسر عالم هيلعب فريق المغرب هو عايز حاجة في نفس المدرسة في نفس المنطقة دي من العالم فده الصورة واضحة بالنسبة لبلجيكا هل إحنا لنا مكاسب؟ أكيد طبعا لأن النهارده صعب الحكم على ريوف فيتوريا من ساعة ما تولى المهمة لأنه لعب نيجر وليبيريا حتى لو كسب ثلاثة ولا ثلاثة وبصلاح أو من غير صلاح ده مش مكياس إنه أنا أقدر أحكم عليه إنه أنا فريق قوي لكن ده مكياس إنه أنا وريني أتقدر التعامل زهب مع المنتخب بقى صف أول بالجيكا من المنتخبات قوي يمكن تصنيف تاني أو تالت مش متذكر على مستوى العالم داخل برضو كننسى بنتكلم إنه جيل زهبي داخل ينفس على البطولة أو يصل إلى أبعد لحظة ممكنة أكيد هو عايز يستفيد طبعا عشان زي محرك ذكرت عشان معاه منتخب المغرب في البطولة أفريقيا وعربي ونفس المدرسة تقريبا شمال أفريقيا مصر والمغرب لكن أنت ما كسبك به أنت لازم توري نفسك يعني أنت ما سعدتش منديال مش وقت تجريب أو لعيبة عفوا الجليال المصري هناك لا ده القناة المغربية شريح حق المباراة وهتزحها بتعليق مغربي لأن ده يهمهم جدا فإنت النهاردة عبر عن نفسك بشكل كويس يعني أنت الناس كلها بدأيما بتحط صلاح غاب عن البطولة صلاحها عشان الأبرز يعني لكن منتخب مصري كان يستحق لسه كان ربح مجر أسطورة الكرة الجزائرية بالأمس قال يعني المنتخب الجزائري خسر بالعدم التواجد ومنتخب مصري كان يستحق أن يكون متواجد أنت إيش برهن على ده بكرة يعني عفوا يوم الجمعة برهن على ده ادينا احساسا أن احنا احنا كلنا زعلين منتخب مصري مش موجود في منديال وقيم في أول منديال وربما الأخير أنه كان في دول العربية ليه بس لا أصعب بحث أفريقي وعلى الدول لأن الجدل اللي حصل على كاس العام الساعة يعني المنديال ده تحديدا ما فيش منديال طوال التاريخ الـ 22 منديال بما فيهم ده حدش حصل عليه جدل بالشكل ده يا الناس مستقطرة أو أوروبا تحديدا بالعنصرية والعنجاهة بتاعتها مستقطرة بس هم لا يتحدثوا عن النقطة دي كده هم بيتكلموا عشان الدغوطات المباريات ما حدش تتكلم على إن هي دولة عربية أستاذ محسن بردو خليني أقول لحضرتك لبس هم حقهم لو الموضوع المتشاط ده حقهم لأن فعلا في دغوطات ما هذه الصحافة التي تحدثت تحدثت كده تصليحات من المتخبات المتخبات تدى جدل وقت قرار بتاع إنشاء مجموعة من الاستاذات واللي كان بيتقال وقتها أن العمالة الوفيدة من دول كتيرة لا هي الانتقاد الوحيد اللي أنا أريته أو تبعته كان اللي هو بغض النظر عن الدغوطات اللي هي العادات والتقاليد اللي هي فرادتها قطر هي دي وتعود أضامناً مع العمال أنت هتضحك علينا ما أنتو عندكم مشاكل مع العمال منتخب الجلطرة يقول لك مش هنوعد في فندق كذا أصله على دماء العمال أي تلك مالك مال دو أمالك كورة مع كل بلد فيها وفيها لو فتركت مع برضو خلي بالك يعني حتى دي نقطة اللي أنا هوندك بتكلم فيها فكرة أن برضو يعني بقى في يعني جامعات ذات ميور وطبيعة خاصة جدا ابتدى برضو بقى في كلام كتير بالضبط المثلية الجنسية ماهو ده هتفرج علي أنت حر أنت اعترف بالكلام دي يعني مش موضوعنا بقى بصم محسن لا بالضبط خلينا في الكورة طب ليه مثلا أن منتخب معرفش مين هيلبق بولندا هيلبس شارط أوكرانيا طبية أنت هنا خلطت من السياسة ما ده تشتيت للعالم ما لاش علاقة سيبك بقى من قطر أو أي دولة عربية ده تشتيت في العالم ثقافات العنجهية الأوروبية مستكترع علينا أن نحن نفعل فعلا أصليها كذا حاجة مش حاجة واحدة فهو المنديال عشان كده يعني ده كان طلع بلطر اللواء ايد ده أو كان موجود في عهد الارفع ان قطر طلع قالك خطأ وما كان يجب بس ده برضو كان بيزد على الدغوطات التي تعرضت التي تعرضت لها من تصريحات خاصة بالمنتخبات المختلفة عشان التوقيت برضو ده يعني خلينا نقولها كده يعني لأن هي كانت كده بصراحة فلازم نوضحها ندرا ما بتعدي نسخة من نسخ كس العالم نظر ما يكون فيها النوع ضمن اللغة صحيح لكن زيادة في قطر زيادة قوي قوي يعني كلها يعني لسه كان بيقولك مثلا في كس العالم عشانين تلاتين مرشح له ممكن تبقى مصر مع السعودية مع اليونان ضد مش عارف مين أسبانيا مع مين أو مجموعة من أمريكا الجنوبية يعني بالنسبة أن يمرون مئة عام على المونديال فكل الناس نقرأت التعليقات الأجنبية كلها تعليقات المواطن العادي عند مصر والسعودية يجي يقولك لا لا يقولك يا عم عبر من تيجي لمصر والسعودية يمكن يلغوا الاحتفال بالهدف العملية تريئة يعني تريئة علينا تريئة علينا فالله فهم النظر دي موجودة عندهم بس أكيد بالنسبة لقطر جزء الشقة اللي يخص قطر أكيد قطر يعني عارفة كويس الكلام اللي بتقال وحتحسن الرد الرد على الأرض بشكل عام بسهو المونديال الأول ما يبتدي الألسينة دي هتسكت لأينا التكلفة بين قوي يعني مثلا كل دولة بتتكلف مثلا 16 مليار دولار هدى عشر فهم 220 مليار دولار مش أعلى تكلفة في تاريخ البطولة فكل حاجة من يد يزد قطر هترهك من سيأتي بعدها حتى رغم اللي جاي بعدها طب والله الدراء دي كلمة حلوة أوي سترهك من سيأتي بعدها طبعا يعني اللي جاي أمريكا أمريكا وكندا والمكسيك يعني بالنسبة 80% المباراة هتتبقى في أمريكا أكتر وأمريكا يعني أمريكا حد صوالحرك ولكن برضو الإمكانات اللي عملتها قطر موضوع تاني خالص خالص قطر هتبتدي يمكن هيبقى فيه شوية زحمة شوية عشان قطر طبعا دولة صغيرة بس ده في دور المجموعات يمكن من أول الدور التاني اللي عملية هتخفة هتبقى فيها أكتر أريحية مع وجود بقى المنتخبات اللي هي الستاشر اللي موجودين بقى بشكل قوي بقى بشكل عام يعني الانتقادات بصراحة أوفر شوية من من أوروبا تحديدا الصحافة الإنجليزية طول الوقت عملت دخل في حوارات ملاش علاقة بكورة القدم احنا هننزل نزوره لعماء يا عم انت مالك انت نزل لا لعب ماتش انت جاي تلعب ماتش امكان حتى وزير الخارجية أستاذ محسن وضع العمال أسألوها أفغروا فيها حتى وزير الخارجية البريطاني طلع قال احنا لازم نحترم قانون الدولة أو ثقافة دولة اللي احنا رايحنا انت رأي اه ده طبيعي في بعض التصريحات اللي كانت كده برضو من اللعيب اجانب بيجوا عندنا مثلا يخشوا مسجد محمد علي بيلبسوا حاجة على عرصهم الستات يعني انت بتحترم بقى بتحترم الدولة طيب احنا تكلمنا مع هذك عن المونديال وتطرقنا للمنتخم ما تيجي بقى نطمن على النادي الاهلي وتشوف فيه اخر الأخبار والمستجدات احنا معنا زميرتنا العزيزة هانا أبو القاسم موجودة في مقار النادي الاهلي بجزيرة وحتطلعنا على آخر المستجدات صباح الفل عليك تفضلي يا صباح النصر والسعادة عليكم على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الاهلي وزي ما عودناكم دايما هننقلك كل الأخبار المتعلقة بالنادي الاهلي وفرق الرياضية المختلفة قبل ما نبدأ فكرة أخبار النادي طبعا حبة أبارك لملكات كرة السلة سيدات كرة السلة بالنادي الاهلي بعد تتوجهم ببطول الدوري المرتبط يعني كلنا شاهدنا المباراة مبارح عملوا مباراة كبيرة جدا سواء ندين السلعاوي صورية محمد رانيم الجداوي وكل اللاعبات الحقيقة قدروا يحسنوا المباراة بفارق 32 بوينت ودي طبعا سكور كبير جدا يعني ببارك لهم وببارك لكل الأهلوية خلونا بعد لوقتي ننتقل لأخبار النادي الأهلي ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم النهاردة الفريق عنده كان ميران صباحي بدأ الساعة 10 صباحا ويمكن مستمر حتى الآن خلوني أكتر أكلمكم عن الميران كالعادة مستر مارسل كالر كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق الميران عشان بقى يحدثهم عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمران وكمان الخطوة المقبلة واللي بالتحديد هتبدأ طبعا في بطولة كاس مصر يعني بنتمنى لهم كل التوفيق كمان بقى خليني يقولكم انه على هامش الميران واصل اللاعب محمد عبد المنعم وعمار حمدي برنامجهم التأهيلي طبعا نتمنى لهم بقى الشفاء العاجر وان شاء الله يرجعوا يشاركوا في التدريبات الجماعية في أقرب وقت خلونا كمان نكمل كلامنا عن كرة القدم وناشئين كرة القدم 2005 قدروا يحققوا فوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-0 ده كان ضمن الجولة ال-19 من بطولة الجمهورية الحقيقة ان هم عملوا مباراة كبيرة جدا يعني بالرغم من ان المباراة كانت خارج ملعبهم لكن قدروا يسيطروا على المباراة وزي ما قلت فازوا بهدفين دون رد احرز اهداف النادي الاهلي اللاعب معتز محمد واللاعب يوسف ايمن وبكده يكون رفع بقى الفريق نقاطه لـ 21 نقطة متصدرين جدول الترتيب والحقيقة ان هم عندهم مباراة مهمة جدا يوم السبت القادم وقمة ناشئين بطولة الجمهورية هتكون طبعا امام فريق الزمالك بيستعدلها بشكل قوي جدا عندنا ثقة كبيرة جدا ان شاء الله هيقدروا يحسموا المباراة لصالحهم خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبار الالعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة رجال كرة السلة النهاردة عندهم مباراة مهمة جدا في نصف نهائي بطول الدوري المرتبط هيوجه طبعا فريق الزمالك المباراة هتكون على صالة برج العرب الساعة خمسة ونص مساء ومباراة المرتبط هتكون الساعة واحدة ظهرا يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق يمكن كمان رجال كرة السلة وفريق المرتبط غدروا أمس للأسكندرية استعددا لمباراة النهاردة خادوا ميران أمس هم خلاص بقى مستعدين بشكل كبير جدا لمباراة النهاردة أكيد مباراة الزمالك بيكون لها طابع خاص لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في دريم تيم رجال كرة السلة هم إن شاء الله يقدروا يحسموا المباراة لصالحهم النهاردة طبعا مباراة الذهاب مباراة الإياب بقى إن شاء الله هتكون يوم الجمعة 12 نوفمبر بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يقدروا يحجزوا مقعد في المباراة النهائية للبطولة كمان بقى خلونا دلوقتي نروح للعبة كرة الطائرة ورجال كرة الطائرة أمس بيحققوا فوز على فريق الترسانة بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري عملوا مباراة كبيرة جدا يعني طبعا هي كانت مضاعة على قناة النادي الأهلي شفنا تقلق كبير جدا من رجال الماسترز قدروا ينهو الشوت الأول بنتيجة 25-15 الشوت الثاني بنتيجة 25-14 وشوت الثالث والأخير بنتيجة 25-22 عشان بقى يحسموا المباراة لصالحهم مباراتهم القادمة هتكون يوم السبت القادم أمام فريق فاترو جيت خلونا بعد الوقت ننتقل لسيدات كرة الطائرة للنهاردة هيستقنفوا تدريباتهم بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة كان منح الجهاز الفني للعبات بعد مبارات الاتحاد السكندري دقوا بقى يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة واللي هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق 6 أكتوبر مباراة تقوم هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بالتحديد على صالة الشهدة يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق هم حتى الآن محققين العلامة الكاملة ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء أخيرا بقى خلونا نروح لشباب كرة الطائرة 15 سنة اللي أيضا بيحققوا فوز على فريق الترسانة بنتيجة 3-0 ده ضمن منافسات بطولة الدوري هم كمان عملوا مباراة كبيرة جدا يعني الحقيقة روح الفانيلا الحمراء بتكون دايما متواجدة في كل المباريات سواء الفرق الأولى وكمان الناشئين يعني بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق قبل بقى مختم كلامي طبعا بقول لأسطورة الكرة المصرية وطبعا رئيس النادي الأهلي كافتر محمود الخطيب حمد الله على السلامة بعد عودته من فرنسا يعني رجع نور مصر طبعا مرة تانية يعني دي كانت أخبارنا النهاردة طبعا معيكم لو عندكم أي استفسرات والآن العودة ليكم مرة أخرى في ستوديو ما فيش أي استفسرات بتي كل الشكر ليك زميرتنا العزيزة هنا أبو القاسم والوقت بيطير بي الوقت بيطير للأسف آه أستاذ محسن نلم المونديال في دي يا بقى ايه رأيك بقى يعني أكيد احنا طبعا نمعد مع المتعة وانا كنت أنا متخوف من حاجة بس بسيطة طوال 21 بطولة سابقة الدولة المصطدفة لم تخسر المباراة الافتتاح يعني المباراة على أربع يعني 22 مباراة عدوا في 21 بطولة عمرهم مع فأتمنى قطر إن شاء الله ما تكسرش الرقم ده وإن ما فازتش على أقل ما تخسرش من حلوة نقطة يعني أسفين من المباراة طبعا بس احنا لازم نطلع حالة مفاصلة يا دوب نلحق نشكر خضرتك جزيلا شكرا على وجودك معنا في حلقتنا النهاردة شكرا لك يا سيد محمد شكرا جدا يا أهلا بكم مرة تانية الحقيقة السمنة يا حضرات بقت مرض شائع جدا وموجود في أغلب البيوت وفي مختلف الفئات العمرية بسبب إيه؟ بسبب حاجات كتير عادات خاطئة نظام غزائي غير صحي البعد عن الرياضة وأسباب تانية غيرها كتير طبعا أي مريض كل اللي بيدور عليه هو إنه يتخلص من هذا الكابوس يتخلص من هذه السمنة اللي بتنعكس بكل أشكال السلبية على حالته الصحية والمزاجية والنفسية وثقته بنفسه طيب المريض في الحالة دي يعمل إيه؟ ده اللي حنعرف إجابة عليه من دكتورة دين أبو سعود اللي بنوراني بحلقاتنا النهاردة يا صباح الخيرات علي جديد يا صباح الخير يا كريم الحمد للإيه؟ الوراة الحلوة دي إيه رأيك الصوحة بقى وأصغر ربنا يخليه دينك العادة الناس اللي عندها مشاكل مع السمنة المشاكل بتعدي بقى مرحلة المشاكل الصحية قادر أمارس حياتي بقى ريحية بشكل طبيعي دخلت كمان في حتة الثقة بالنفس وخصوصاً ودي برضو حاجة موسيفة جداً الأطفال اللي بيعانوا من السمنة المفرطة واللي على أثارها بيتعرضوا لأشكال مختلفة من التنمر إيه الحل؟ الحل اللي نحن لازم نخس يعني بأي طريقة كانت بس تبقى طريقة أمنة طب نخس إزاي بشكل صحي وآمن مهمة قوي عشان نخس أول حاجة لازم ننام 8 ساعات بطوعنا يمكن ناس ما بتخسش لأنها بتصهر لغاية 5 الصبح وده بيخلي الكورتيزول يعلى في الدم ويخلينا ندخن فلازم ننام كويس ولازم ناكل أكل صحي ولو مش عارفين ناكل الأكل الصحي وإحنا عندنا شراها في الأكل وإحنا كلنا كم مصريين فعلاً عندنا شراها في الأكل فلازم أخذ منتج أو مكمل غذائي يحتوي على ألياف هقول إيه العلاقة بين الألياف وإنقاص الوزن ده مهم جداً لكن من أهم المنتجات اللي ظهرت دلوقتي في السوق المصري ومن إنتاج شركة بايناتشرلز هو كورس بيستا وجاية من ده باست هو فعلاً ده باست أولاً بيستا ما بيشتغلش على المخ بيستا عبارة عن ألياف طبيعية والألياف بتعمل إيه؟ مهمة أو يقول إيه علاقة الألياف بإنقاص الوزن لو أخدت منتج زي بيستا فيه ألياف أولاً الألياف بتعليلي هرمون الليبتن اللي هو هرمون الشبع فبحس أن أنا شبعانة مع استخدام كورس بيستا بالست ساعات مش أرجع أكل تاني فده مهمة أوي الألياف اللي داخل بيستا بتقللي امتصاص الدهون لو أنا باكل أكل فيه دهون كتير مش هيحصل امتصاص لأن الألياف بتدفعه بقوة عن طريق القناة الهدمية فما بيحصل لهش امتصاص الألياف بتزبط لي معدل السكر في الدم فلو أنا باكل أكل فيه سكريات كتير هو بيقدر يزبط معدل السكر في الدم وبالتالي لو سكر الدم فضل معدله كويس هرمون الأنسلين مش هيعلى وإحنا عارفين أن هرمون الأنسلين هو المسؤول عن تخزين الدهون في الخلايا كمان بيحصل كبح للشهية لأن الألياف دي بتقدر تنفش في المعدة عشان كده بنقول كورس بيستا أو منتج بيستا بيتاخد على كباية مية كبيرة قبل الأكل بنص ساعة الناس اللي قبل الوجبات الرئاسية الرئاسية هناخد ساشة أو اتنين أو تلاتة مين اللي بيقدر يحدد الكورس المناسب لكل حالة لفريق الطبي اللي موجود في شركة باي ناتشرلز هتواصل ازاي مع الفريق الطبي هتواصل بي عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة يعني اللي بيرد على المتصل هو شخص متخصص متخصص طبعا ومهمة قوي أن مريض السمنة يتابع كل أسبوع ودي شركة باي ناتشرلز بتقدم الخدمة دي أن كل أسبوع بنقدر نتابع الحالة أو الفريق الطبي اللي موجود في الشركة بيقدر يتابع الحالة وده مهم للدعم النفسي والتشجيع أن أنا لما أبقى أدخينة قوي وأبتدي أخذ كورس مالتي فيتامين اسمه ألب مالتي فيت من أقوى المالتي فيتامينز اللي موجودة طبعا هو مرخص من هيئة سلامة الغذاء وبيستا كمان بطمن كل الناس أنه مرخص مزار الصحة ألب مالتي فيت فيه مميزات كتيرة جدا ألب مالتي فيت اللي عايز يخسه ولي مش عايز يخس أي حد فينا لازم ياخد مالتي فيتامينز وبرشح جدا ألب مالتي فيت لأنه دعم جدا للمناعة جدا وإحنا دخلين على فصل الشتاء وخايفين من انتشار الفيروس فلازم أدعم مناعتي قوي دعم للمناعة لأنه بيحتوي على فيتامين سي وزينك ونحاس وفيتامين سي دعم لامتصاص عدد أو تعزيز امتصاص الحديد لأن أي حد بيعمل طايت وبيقلل نسبة الحديد بيخاف أنه يحصل له أنيميا دعم جدا لنسبة الكولوجين فبتلاقي وأنا بخس عندي نظرة كويسة أو في بشرة ألب مالتي فيت من أهم ومميزاته أنه بيحتوي على فيتامين بي كومبلكس الفيتامين بي المركب كله فيتامين بي أنا بسميه الحياة فيتامين بي يعني بيقدر يدعم للتمثيل الغذائي وأنا من غير تمثيل الغذائي ما فيش حياة التمثيل الغذائي مهم لكل العاملات الحيوية بالضبط عندي داخل ألب مالتي فيت كمان الكالسيوم كالسيوم مهم قوي لصحة وقوة عظامي وقوة سناني ومهم جدا لانقباض العضلات وكمان انقباض عضلة القلب لما منلاقي الكالسيوم لو احنا عملنا تحليل كالسيوم ولنقل قليل بيحصل حاجة اسمها تاكي كارديا على فكرة دربات قلب بيبقى نتيجة نقص الكالسيوم وناس كتير مش عفقة ممكن يبقى نقص حديد وكمان ممكن يبقى نقص كالسيوم يبقى أنا عندي الكورس كامل اللي شركة بيناتشرل بتقدمه من ساشتز أو باكتز بتاعة بيستا ده بيتخذ قبل الأكل زي ما أنا قلت هو عبارة عن ألياف من أهم الألياف اللي داخل بيستا الشوفان وكشور السيليم وردة الأمح حتى بتلاقي ناس عندها مشاكل في القولون ومشاكل في الإمساك لما استخدموا بيستا عملية الإخراج معاهم بقت سهلة لأن ردة الأمح بتزبط جدا عملية الهضم فبيستا كمان كويس جدا اللي عندهم إمساك ابتدنا في الفترة الأخيرة نسمع كثير من مصطلحات دي ردة الأمح جنين الأمح يعني الأمح بقى نجم في الفترة الأخيرة في عالم التحديد والشوفان كمان والشوفان والشوفان عبارة عن ألياف لكن والشوفان في ناس بتاخده عشان تزيد في الوزن والناس بتاخده عشان تخسر مش فاهم هنا الحكاية والشوفان هي عبارة عن نشويات معقدة بس لو أنا بقى حطيت فيه المقصرات بقى كل يوم وعسل كتير وموس كتير أكيد هدخن فهو الشوفان خداع يعني يعني السر في المكونات اللي حتستخدم معاه هي اللي ممكن تخليه يزود الوزن أو يخسر والكمية يا كريم والكمية بتاعته كمان عندي داخل كمان كورس بيستا أو منتج بيستا عندي الكروميوم الكروميوم مهمة قوي لعملية حرق الدهون المخزنة أنا عايزة أخص واحدة دهوني كمان رائع لعملية حرق الدهون المخزنة ورائع لتنزيم مستوى السكر حتى لو الدهون دي موضعية متخزنة في أماكن أكتر دهون بتبقى موضعية وأكتر دهون بتبقى صعبة في النزول هي دهون البطن يعني ممكن دهون البطن بتبقى دهون شوية مستوى هي بتبقى دهون عنيدة شوية دهون البطن وبقول إنها أخطر دهون لأن الأمعاء الأحشاء فيها البنكرياس وفيها الكبد وفيها أعضاء مهمة جدا ما ينفعش يترصب عليها دهون فكمان كورس بيستب بيقدر يساعد على تحريك الدهون في الأماكن الموضعية الصعبة جدا والحقيقة الفيدباك اللي بسمعهم سادة العملة قد إيه رائع قد إيه مهم إن أنا خس ومحسش إن أنا تعبين إن أنا خس وشكل يفضل حالو وإن أنا خس ما شوفش شعري على المخدة بيقع فده الشركة بايو ناتشرز الحقيقة عملته ونجحت بيه جدا يعني ده بيتعرفة تشوف يعني ترجمة عملية صوت وصورة لكلام اللي بيتقال تجربة الأستاذ علي واحد من الناس اللي كان عندهم مشاكل في السمنة أو مع السمنة ولكن الحمد لله ربنا كرمه ومن واسع تابعوا معنا احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدتك تخص أنا اسمي علي جمال محمود سنة 24 سنة كنت 115 ودلوقتي 85 كيلة أنا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر أتحرك ما كنتش بقدر ألبس صحابي كان بيجوا مثلا يقولي يلا نلعب كورا ما كنتش بقدر أروح عشان كنت بيبقى في صعوبة عندي في الحركة فكنت محروم من حاجات كتير قوي بس بعد ما استخدم بيستا كل الحاجات بيتحلي أنا كنت بيستا قبل أكل بنص ساعة يوميا كان بيحسسني بالشبع وكنت بيأكل كل اللي أنا عاوزه وما كانش عندي مشكلة في الطعم نهائي لأنه طعمه كان طعم التفاح كأني بشرب عصير بالزر كنتش محروم من حاجة نهائي أنا كنت بيأكل بيستا بس كنت بيأكل بكميات قليلة لأنه بيحسسني بالشبع لمدة طويلة وأنا الصراحة بنصح أي حد عاوز يخس أو عنده سمنة أنه يجرب بيستا يعني سن الشباب ده سن مرتبط ومقترن بالحيوية وبالطاقة والمشاط والحركة لكن اللي بيبقى شاب عنده 24 سنة ووزنه 115 كيلو وفيه أزيد من كده كمان بكتير في حالة تانية فعلا مشكلة كبيرة ده يعني الحياة صعبة بالنسبة له تخيل في سن الشباب وحاسس أنه عجوز طبعا وتخيل بقى في سن الطفولة كمان لما يكون طفل عنده 10 11 12 سنة وعنده سنة مفرطة دي مشكلة كبيرة يعني دي مشكلة لو طفل كمان عنده سنة مفرطة أكيد هيبقى عنده مشاكل صحية فيما بعد يعني 100% ومشاكل نفسية ومشاكل صحية يعني ممكن يبقى داخل في العشرينات وبدأ يبقى عنده سكر كمان أنا أعرف يدينا أن السمنة يعني هي في حد ذاتها هي مرض لكنها كمان مدخل وبوابة لأمراض كتير فوق 30 40 مرض ده فور شور يا كريم يعني فور شور يعني دراسات أثبتت أن علاقة السمنة بأمراض في العضل ومشاكل في الربة ومشاكل في المفاصل وأمراض القلب طبعا والضهون السلسية بتعلاف الدم وبالتالي كوليسترول بيعلى والكوليسترول بوابة كبيرة لقدر الله للغلطات وأمراض السكر النوع الثاني أكيد السمنة بسامية أكيد مرض العصر يعني طبعا طبعا تعالي بقى نروح لأسئلة السوشيال ميديا اللي جات لنا من المجموعة من المشاهدين الكرام منهم منار محمد أنا سني 26 سنة 114 كيلو ده وزنها هل لو أخذت الكورس حمنع أكل معين ولا همارس حياتي بشكل طبيعي لو أخذت الكورس هي مش هتمنع نفسها من الأكل معين بنصحا هي لما تاخد كورس بيستا لما تاخد بيستا نفسه قبل الأكل بنص ساعة بدل ما أبدأ بالمحاشي والروزن والمقارونة وممكن أبدأ بالسلطة والبروتين بتاعي وبعد كده هلاقي نفسي بدأت أجبع بسرعة ده اللي بيعمله بيستا فممكن أكل بقى النشويات بتاعتي بكمية قليلة وهتاخد كمان مع الكورس مولتي فيتامين زي أل بو مولتي فيت هيدعم لها جدا نفسيتها هيدعم لها شعرها هيدعم صحة أعظامها هيدعم وهيقوي نشاطها جدا وكمان الشركة بتطلع أو فيه داخل الكورس الجرين كافي أو القهوة الخضرة هيساعد جدا في معدل الحرق عشان تخس معنا بسرعة وهيطلع كمان مع الكورس فيتامين دال هداية وأنا متأكدة أن 80% مننا من الستات وأنا منهم شخصية كان عندي نقص فيتامين دال ففايتامين دال مهم جدا 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 يا كريم وناس بتنساه والمشكلة أن فيتامين دال مصادره مش كتيرة في الأكل والمصدر الشمس لكن الشمس في إيه بقى؟ ممكن الأجانب بيبقاش عندهم نقص فيتامين دال لأن لما بيتعرضوا للشمس ما بيلبسوش يعني بالكوء يعني انت فاهم قظم ممكن لبسوك جسمهم متغطي أولا أحنا جسمنا بيبقى متغطي في الشمس فأصلا ما مناخورش فيتامين دال من الشمس هو لازم يكون بشكل مباشر وصل بشكل مباشر من غير أي عائق من غير أي ولا حاجة لازم يبقى الجسم متعرض مباشرة للشمس عشان نستفيد فأحنا حفظة فيتامين دال مش عارفين نستفيد منه الشمس طبعا جرح طب برضو يعني زيها زي حاجات كتيرة في الدنيا بس في الأكل الناس فيما يعشقون مذاهبه وفيه ناس ما بين حبة أو حتى مدمنة في بعض الأحيان للجونك فود أو إن ظروفهم الإجتماعية مع اللي مش متجوز اللي ما عندوش حد يتبخه اللي ما عندوش يتبخه فده ده نوع فيه نوع تاني الناس اللي بيكريفوا قوي وعندهم شهية قوي اتجاه نمط معين من الأكلات اللي هو السمين وصنية المش عارف إيه وبرامل المش عارف إيه وطاجن المش عارف إيه الناس دي لما تيجوا تقول لهم احرموا نفسكم من الأكلات دي انت كانت بتحكم عليهم بالإعدام من وجهة نظرهم إلى أي درجة بيمشي الحال مع الفئة دي من الناس مع بيستة هو أنا كده ولا كده السمين والحاجات والضاني والحاجات اللي بتتكلم عليها لا ما ناكلهاش كتير برضو يعني مهم ده مهم القلبنا والصحتها مش لازم كل يوم كل يوم ناكل سمين يعني ممكن مرة في الأسبوع ناكل سمين لكن بيستة الحال واللي فيه انه بيقللي جدا معدل الشراهة بتاعتي هو بيعمل كبح كبير للشهية فمن نفسنا احنا مش هنأكل السمين اللي بتتكلم عنه من غير ما نحس ان احنا محرومين يعني جميل طيب متحة علي بعد بيقول أنا بعاني من الضغط ومشكلتي انه بيأكل حلويات كتير نزيت اقولك على موضوع الحلويات ده في ناس كودمنة حلويات المهم متحة علي بيقول انه بيعاني من الضغط وانه عنده مشكلة في أكل الحلويات كتير وما بيضرش يمنع نفسه عنها فهل الكورس ده هيتناسب معايا ولا لا ده سؤالي هيتناسب معا جدا لانه هيقلل جدا نسبة الحلويات اللي بيأكلها ولما يقلل نسبة الحلويات هيقلل قصة مقاومة الانسولين فلان المقاومة لما بحس ان انا كل شوية عايز اكل حلويات ده ده ممكن يبقى اشارة لمقاومة انسولين فقردي الكورس هيتناسب معا جدا لان انا على طول بقول الحلويات العمل على بطال دي حاجة غير صحية بالمره طب ازاي اقدر امسك نفسي من الشراها دي ان احنا ناخد كورس بيستا مع شركة بايو ناتشرلز هلاقي لو انا عايز اكل صنية البسبوسة دي كلها لو اخدت ساشة واحدة هاخد حتة كده وحس ان انا جزعت خلاص مش عايز اكمل ايوه طيب تعالين روح ليه هاجر محمود بتقول انا وزني كان مزبوط بس مشكلتي في التراهولات اللي حصلتلي بعد الولادة ايه الحل التراهولات اللي حصلت بعد الولادة مهم برضو ان هي تمشي كويس تلعب تمارين بطن لو عندها تراهولات في البطن تلعب تمارين دريع عشان لو عايزت تشد وكمان داخل الكورس التراهولات دي نتيجة نقص رهيب في الكولوجين والإيلاستن فلما بيحصل النقص ده بيحصل التراهولات والستريتش ماركس فيتامين سي داخل ألبا مالتي فيت داخله فيتامين سي اللي بيعزز امتصاص الكولوجين وبيعزز تركيز الكولوجين من قوله جديد لكن مهم مع ألبا مالتي فيت ان انا ألعب رياضة لان ألبا مالتي فيت لو فيه تراهولات شديدة هيبقى اكيد مش كفاية لازم ألعب رياضة كمان كويس واشر بماء كويس سؤال كمان سيدة بتقول ابني بيعاني من السمنة مع انه مش بيأكل غير أكل بسيط جدا لكن لما حللتله لقيت عنده مشاكل في الهد فهل الكورس ده مناسب لابني ولا لأ طبعا هيبقى مناسب جدا لكن لازم مادام عندي مشاكل وهي ممكن كمان حتى السكتات بيبقى عندها خمول في الغضة الدراقية لازم برضو أكيد بنصح بمتابعة دكتور بطنة أو دكتور غضة صماء لو محتاجين علاج هرموني مع ألفا مالتيبيت لكن مع الكورس سواء ألفا مالتيبيت أو بيستر هو لا يتعارض علاج الغضة بيبقى هو علاج هرموني؟ أحيانا أحيانا الغضة الدراقية بيأخذوا علاجات فيها الهرمون اللي موجود في الغضة الدراقية اللي لكلها عندها إلى حد جديد بالنسبة الموضوع كل غضة مهمة بس دايما المشاكل سواء متعلقة بالنحافة أو بالسمنة غالبا بتلاقي مرجعيتها إن فيه إما فيه عطل ما في الغضة في البطلين بتشتغل كويس أو فرط النشاط بالزبط جميل طيب هل فيه أي نصيحة عامة تحبت تقوليها للناس اللي بيتابعونا بصفة خاصة أكيد للناس اللي عندها مشاكل مع السمنة فيما تعلق بيه نمط الحياة العادات الصحية العادات الصحية مهمة قوي وبقول أي حد مريض سمنة ما يسبش نفسه للأكتر يعني we have to stop لازم نحب نفسنا وربنا خلق لنا جسمنا عشان يحمينا وعشان ربنا بيحبنا فجسمنا ده هو اللي حمينا فلازم نحاول أمانة فلازم نحافظ على صحتنا كويس أو لأن دي فعلا أمانة it's never too late هناخد كورس بيستا ومع كورس بيستا لازم ننام كويس خلي بالك موضوع الترابات النوم بتتخن لوحدها موضوع التوتر والسترس بيتخن يعني لازم نقلل الاسترس لأن لو مع ناس ناس لا الاسترس بيتخن يعني في ناس لما تبقى استرس تقلل من تكلش خارس وطيخ بتحرم بتخس قدامك تكادت كل شي بتشوفيها وهي بتخس وفي ناس تانية وفي ناس بيجيب معها على العقص عشان الكورتزول بيعلى جدا مع التوتر ونشرب ماي كويس قوي وناخد كورس بيستا ومع كورس بيستا اللي من شركة بايو ناتشرلز هنلاقي نتيجة هنلاقي حياتنا بقت أحسن بكتير شاء الله أنا بشكرك على وجودك معنا في حلقة النهاردة نورتيني كالعادة ونشوفك على خير بإذن الله تسلح وأكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بمتابعتكم لنا في حلقة النهاردة وان شاء الله يتجدد اللقاء ونشوفكم على خير إلى اللقاء